رحلة دموع وصعوبات وتحديات تعب ومرار حولها يسوع انتصارات واختبارات في الإيمان لفرح ورجال من بعد العناب وأمل من بعد يأس وقل من القلب للقلب يتعامل معانا من القلب للقلب يتوجع لمكانا من القلب للقلب أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامتكم من القلب للقلب فعلا حلقة النهاردة هتلمس قلب كل واحد بيتفرج عليها لأنها حاجة فعلا بنتعامل معاها يوميا كل يوم بنتعامل معاها كل يوم جزء مهم جدا من حياتنا وساعات كتيرة بنقضيها فيها حلقة النهاردة هنتكلم عن الأحلام يا ترى الأحلام دي حقيقية ولا لأ عنوان الحلقة أحلام ولا أوهام حلم ولا علم ومواضيع تاني كتيرة هنتكلم فيها تفاؤل والتشاؤم والشخص اللي عنده حلم يا ترى محبوب من الناس ولا بيسبب غيرة ويبقى الناس غيرانة منه والناس تكرهوا عشان هو عنده حلم والحلم بيتحقق أو على الأقل اللي بيتكلم عليه كل الأمور دي هنتكلم فيها والنهاردة هيكون ضيف حلقتنا شخص خاص جدا وأسيس غالي جدا علينا وغالي على كل مشاهدين الكرمة وكل الناس اللي بتتعامل معاه بتحس يعني إيه أسيس في مكان الصح الأسيس اللي بيراعي اللي بيحب اللي بيجي يروح سلام وروح جوي بيدي المكان اللي هو موجود فيه فيه فرح وفيه سلام النهاردة دي في الحلقة الأسيس ناصر كاتكوت أهلا بيك حضرة الأسيس أهلا بيك يا وخدامي أنا مش محتاجة عرفك وأقول للناس أن أنت رئيس الكنايس الرسولية في مصر وفي بلاد تانية من بلاد العربية لأي وعتولي الحد أقول ما أقولش الحد أكتم على الخبر أهلا بيك أهلا بيك النهاردة موضوعنا عن الأحلام بس أنت لك 40 ساعة أسيس ما نمتش فأنا خايفة لحسن يحصل أحلام يا قزاين أو نروح في الأحلام ونتكلم من أرض الواقع مشكلة أن أنا جاي من المطار عندك على طول الأسيس جاي من المطار على الكرمة بعد 40 ساعة سفر من طيارة لطيارة وطيارة تأخرت وطيارة فاتيته وحاجات كتيرة كده لكن النهاردة هيكون عندنا يوم خاص وقعد خاصة جميلة من القلب للقلب هل نتكلم النهاردة على موضوع الأحلام أسيس أمين مين أكتر واحد بيتكلم على الأحلام بقى في الكتاب المؤدس وطبعاً الكتاب المؤدس مليان بناس واختبارات عن الأحلام وقالوا الجعان يحلم بك للعيش الكتاب المكدس قال كما أن الجائع يحلم بأنها يأكل يأكل كبزاً حقيقة يعني المثل ده خدوا من الكتاب يعني المثل ده كتابي ده مكنتش عارف الموضوع ده لا لا رأل كما أن الجائع يحلم بأنها يأكل كبزاً والعطشان يحلم بأنها بيشة بمية فاخدوها الناس وقال لك الجعان يحلم بأكل العيش الجعان يحلم بأكل العيش بس أنا مسحصح أنت مسحصح مهمة أوي الموضوع ده أسيس صح صح الكتاب المؤدس لما تكلم عن صاحب الأحلام اللي هو يوسف يوسف اتكلم في تقريباً طولة سفر التكوين من أصحح 37 لأصحح 50 بيتكلم عن يوسف صاحب الأحلام ده معنى إيه؟ هو قصة يوسف أعتقد أن الكتاب المقدس سرت شخصيات كتير قوي كتير قوي في الكتاب المقدس وقدسين أفاضل لكن الشيء الغريب اللي تستعجبينه أن قصة يوسف أو سيرة حياة يوسف جات في جزء كبير جداً في الكتاب المقدس الواحي يقصص له من أصحح 37 لأصحح 50 13 أصحح خاصين بسيرة واحد لازم فيه سر يعني والسر ده هو الكتاب المقدس يورهون لو لاحظتها تلاقي يوسف لا قبله ولا بعده زي يوسف رغم رجال الله كسرين يعني لكن كان منفرد يعني مثلاً يعني منفرد يعني تلاقي في الكتاب المقدس فيه شخصيات منفردة في حاجات كتير ولو عاشينا النهاردة ممكن يشيروا عليهم على الفيسبوك لما يشبعوا مثلاً مثلاً تخلنا أنا جاي يزولك زيارة أسيس تحب تأكل إيه النهاردة أقول لك طبق عسل وطبق جرات مثلاً يعني وجاي عندك بدل ما لابس بدلة جايب لك وابر قبل ودخل عليك هتقول ده مش طبيعي طبعاً طبعاً إليه لما كان بيلبس وابر قبل وكان بيأكل عسلاً جراداً برية إيه يأكل جراد ده صعب أو مثلاً يعني يحنى نفس القصة لو لاحظت للمسيح منطقتهمش في لبسهم خالص ما حدش قال لبس ولا حد بس كان شخصية فريدة في آكله في شربه في حياته حتى في صلاته حتى في استخدام الله ليه فتلا ربنا بيخلق في كل زمن من الأزمنة الرجال متخصصين في تأدية مأمورية معينة في وقته معين طبعاً مش نتكلم عن ده كله ناخد بس يوسف بس النهاردة نتكلم على يوسف بس النهاردة شخصية فريدة فريدة يعني طول سفر التكوين بيكلم عليه بالضبط كده جزء كبير جداً من سفر التكوين وبيتكلم عن الأحلام ويتكلم عن أحلام وأحلام غيره يعني لو ما نسرت قصة يوسف هلأ أكتر من حد حلم حلم يعني هو حلم حلم الملك فرعون حلم حلم صاق الملك حلم حلم الكباز بتاع فرعون حلم حلم يعني كان القصة فيها أحلام كتير قوي وهنعرف فيه قصد الله في القصة لأنه هو وهتلاقى مثلاً زيما أنت وقلت في بداية الحلقة هتلاقى مثلاً هالمعقولة يوسف على قد ما وصل ليه كان بيتفائل لما أخدوا الكاس بتاعه وانتو أخدتوا الكاس اللي بيتفائل بيه سيدي مثلاً يعني هنتكلم في نقطة نقطة هتلاقى بص موضوع يوسف ده هتلاقى فيه حاجات يعني تقريباً زي ما بقولك لا قبل ولا بعده الكتاب المقدس كتب ما كتب عن يوسف طب يوسف شخصية طبعاً أمه كانت رحيل وكانت محبوبة جداً ليعقوب وطبعاً كان الإبن المحبوب وعشان اللي هو الإبن المحبوب يمكن ده سبب غيرة من إخواته يعني لما واحد يكون مميز ومحبوب ده بيسبب غيرة كره الأول كتاب بيتكلم عن كره وبعدين غيرة وبعدين حسد أبغضوا حسدهم هو فيه مشكلة دي لازم ننبر عليها أنا هتكلم من ناحية الروحية في البيت تمييز بين ولد ولد أو بنت وبنت أو كانا وكانا إلى آخره هو التمييز بيعمل مشكلة مشكلة كبيرة يعني هو أبو يوسف يعقوب كان مثلاً نزل السوق يشتري أمصان فلقى الأميس مثلاً بمئة جنيه أنا بدي المثال يعني فهم عمية جنيه وفيه أميس بعشرة جنيه هو راح اشترى أميس واحد وما جابش للباقيين كان ممكن يجيب 12 أميس ويحل المشكلة يعني لكن هو تمييزه والقميس كانت مشكلة لكن ربنا كان ليه مقاصد في القصة دي أنا بتكلم من ناحية إحنا كمجتمعات أخلي بالي ما ميزش بين ولد ولد أو بنت وبنت لكن هو اختياره لقميس ملون خلي أخواته حقد عليه بس مش هو ده مربط الفرس لا هو الكتاب يقول اصداده بغضاً له بسبب أحلامه هو كده كده متضايقين أبو يعملوا معاملة خاصة الابن الصغير الابن المدلل اللي جاء على كبر عارفة أنت يعني إيه الواد اللي جاء نفاجة قال لما كانت في الحزبان وأمه محبوبة فمن كل النواة زادت الحكاية إيه أن أبوه أنه حلم أحلام والحلم كان صعب قوي أنه يبى سيد أخوتي ويبى عبيت يعني النصيحة الأولى يا حد الأسيس لو نقول للأباء النهاردة كلمة للأباء والأمهات التمييز بين الولاد ممكن يصنع بغضا وقراهية وحسد ومشاكل ملهاش نهاية فناخد بالنا قوي من الحتة دي أننا ما نميزش بين الإخوات ما نميزش بين الناس اللي بتشتغل معانا حتى يعني نعامل كل الناس زي بعض علشان ما يحصلش مشاكل وتأدي ممكن لموت وتأدي لبغضا والقراهية والحاجات ما نقدرش عليها ناخد بالنا قوي كأباء وققادة في الكنيسة وققادة في الشغل وققادة في ملكوت الله أننا ما نميزش بين حد ده مزبوط ده مزبوط وده كمان في المجتمع الكنيسي نتعلم مشكلة كبيرة أو التمييز بين واحد والتاني يعني تلاقي مرات في الكنيس مرات مثلا تلاقي واحد هو اللي يصلي كل يوم هو اللي يرنم كل يوم هو اللي يعزف كل يوم هو كل يوم لما نفس الناس بيزهق حقيقة يعني فالتمييز في الشخصية ده مشكلة كبيرة حلوة عمل لكل واحد لكن أنت قلت حاجة في البداية أن يوسف شخصية فريدة أمه رحيل وبيعه بس ممكن أقول لك حاجة بسيطة بس عن يوسف أني إزاي شخصية فريدة يعني يوسف كان ليه كام واحد إخوات 11 يعني كلهم 12 واحد المفروض البيئة اللي تربى فيها يوسف بتأثر عليه يعني مثلا اللي بتربى في الصعيد بيتكلم صعيدي صح ده مش غلط ولا حاجة البيئة كده صح اللي تربى في الأردن بيتكلم أردني حتى لو هم المصر اللي تربى في أوروبا بيتكلم مثلا بلغة أوروبا اللي تربى في أمر كل واحد بيتأثر بالعدادات والتقاليد بتاعته يوسف تربى في بيئة من أصعب البيئات بس الشيء الجريب اللي أنا باستغرب له حقيقة يعني بس ده لحل في الكتاب إزاي هو طلع كده مثلا يعني أبو يوسف يعوب يعوب ده لو يوسف جاي يشتغل نهضة في الكارمة أو جاي يشتغل عندك في المكتب أو يشتغل عند حد هيديك CV مظبوط صح إيه سيلتك قولك أنا ابن يعوب يا سيد أبوك ده أبوك أدع ولفاف ودوار وبتاح حيل كان صعب يعوب على فكرة كان كل شعر بيلفه دور كتير أول تم علم نبوي بطلع لأمه أمه دي صعبة لسبب رحيل محبوبة بس كان عندها مشكلتين المشكلة الأولى أن رحيل كانت عصبية يعني لما لقت نفسها مش بتخلف عيال هراحت لقوة زالت له اسمها هيب ليبانين وإلا أموت يعني أموت نفس قال لا هل أنا ما كان الله ما أدارش فكانت يعني مش سهلة برضا هي عصبية وأنانية وأنانية الحاجة التالتة بقى برضو عندها حيط تلفه دوران سلت الأصنام من أبوها لما سلت الأصنام أبوها حط عهد يعني اللي هلا عنده الأصنام طبعا يومه مش فايد هي تعمل إزاي رحت جابت الأصنام وخبتها ورحت قاعدة فيها وبدأت تقدم عصر أي رجل شارك يتكسف منه قالتوا أنت عارف أن العدل شهرية عندي فالصعب علي بابا أنزل قال لا خلاص خلاص وهي أصلا مش القصة مش كده هي مخبية الأصنام ومش عاوزة تقول لأبو بص اللفه الدوران يعني كذب كمان كذبت طب أبو لففه دوران ورحيل بتلف تابو إخواته بص إخوات يوسف يعني لما أبو أحب يبريكهم فيقول لهم اسم أعديك بس السيفي بتاعهم يعني واحد فيهم يقول له شمعون مثلا يقول له شمعون ولا وسيوفهما ألات ظل صعبين يعني يشتغلوا بالسيف وبعدين أرأبين قال له فائر كلماء لأنك ده الناس تفراش أبيك طيب ويهوزة قال له شبل أسد يالساكر قال له حمار جسيم تبدان قال له حي على الطريق نفتالي غزالة بنيمين زئب طيب يوسف المفروض يتلعبها هنا حصان ما سنيعني حاجة من البيئة الحيونية أنا بكلم ببجان يعني هو بيتكلم عن اتباع ده حمار جسيم ده مش عارف زئبه مفترس ده غزالة تبدان يتلعي طيب طلح فصيلة مختلف خالص بعد عن فصيلة الحيوانات دي ورح داخل قال لك يوسف بص غصن شجرة مثمرة على عين إيه داخل الشجرة ما هو بص من أبو بص أبو موجود هو أمو موجودة وليه إخوات والبيئة واحدة لكن هو طلع حاجة فريدة قال غصن شجرة مثمرة على عين يعني فصيلة الأشجار دي في الزراعة مالها ومالها فصيلة الحيوانات التانية والطباع لكن لأن ده شخصية فريدة لا قبل ولا بعد والكتاب قصت كده عشان هيقول لنا إيه الدرس اللي قصت به بالكتاب المقدس إيه يا سيسا؟ لا ده فاخر الحلقة هنقولك كده يمشي من قدام الحلقة لا أنا أقولك في داخل الكتاب ده الكتاب ده فيه حوالي من 80 لـ 100 حاجة هي اللي خلت يوسف اتكتب عنه وغصن شجرة لا ده موضوع كبير لكن انت لفت النظر الحاجة ساعات إحنا بنحكم عن ناس بعائلتهم بتبايعهم بطريقة سلوكهم بس ده صحة برضو السيس يعني 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 الحتة دي فيها حتة مفقودة يعني مثلا واحد جاي يشتغل عندك واحد جاي يتجاوز بنتك أو ابنك راح يتجاوز واحدة أول ما هتبص تبص العيلة دي شكلها إيه مطلعة إيه يعني هل مكان ملعون يطلع حاجة فيها بركة لا ما هبص تقولك على حاجة الموضوع ده موضوع شائك للأمانة ودي بنا أخذ عليه حلقة وحدي عشان الناس ما تتوش بس ديك حاجة سريعة الأمثال البلدية بتاع الناس سيقولك على الأصل دور ماشي الكتاب المقدس يقولي مثل الأم بنتها بالضبط اللي هو المثل بتاع الصعيد تكفر إدراء على فمها تطلع على بنت الأمها ده أية في الكتاب المقدس أمو كنتش عارف أنه جاي أية لا مثل البنت أمها الكتاب قال كده لكن لحظ طب بعد الحلقة تديني الشهد حاضر في حصف رحظ قيال مثل الأم بنتها المشكلة في إيه هنا بقى إن البيئة لها دور بس في ناس بتظلم مثلا يعني أب صعب وأم صعبة واذه يطلع كده حلة فريدة أو بنت كم من ناس دواجاتهم اتعطلت حقيقة بنات وأولاد كم من ناس تظلموا عشان والديهم كم من ناس ظلموا والديهم يعني بالعكس فأنا بقول حاجة دايما المفروض الرقي والأمانة يعني والروحانية اللي فينا اللي الرب عطهانا يكون في روح تمييز بلاش أخد واحد على الحساب التاني الرغم أنا بقول لها ده البيئة لها دور والأهل دور ودور على الأهل لكن في ناس تظلموا كتير بسبب أهليهم لهمش زم طب بس دي نسبة قد ايه أسيس يعني يوسف ده نسبة قد ايه من لا أنا ما عنديش النسبة عشان ما ديش معلومة بس لكن لما الكتاب يقول من الآكل خرج أكلا ومن الجافي خرج حلاوة مثلا يعني طب دي ازاي تيجي ازاي دي الله يقدر ففي ناس طلعوا كده شخصيات من وسط بيئات صعبة طبعا ده أنا أعتقد أن هي أعداد قليلة أعداد قليلة لكن حلوة دور مثلا واحد يتجاوز مثلا علا مؤمنين علا مش بدور على أغنياء لكن بقول علا إيه إذا أغنياء حلوة يكونوا متقربين لبعض إذا متعلمين قريبين لبعض إذا مثقفين كن بالثقافة والتعامل يعني خلي الدرجات قريبة لبعضها عشان يقدر يعيشوا بعدين ده مهم أول لكن هناك حالات فريدة ما تجيش على ذهد حد الله بيتطلحها لأوقات فريدة المفروض نفهمها صح صح فبقول دي استثناءات يعني دي استثناءات حلوة حلوة الإجابة دي استثناءات عشان بس عشان ما نقولش كمعلومة وخلاص يعني بالضبط يعني النصيحة التانية أو الحاجة التانية اللي نتعلمها من قصة يوسف إن احنا ما نظلمش الشخص بعائلته أو بإخواته أو بتصرفات عائلته أو لأن فيه ناس بتخرج من عائلات زي كده لكن بيكون حياة زي ما قال يوسف صح فيكون عندنا روح التمييز لكن برضو دي استثناء يعني لو فيه انت بتقيم شخص لجواز بتقيم شخص العمل بتقيم شوف برضو تاريخه لا فيه تاريخ التاريخ مهم بص فيه مقولة بتقول من لا تاريخ له لا وجودة له التاريخ مهم أنا ما أعرف تاريخ واحد عشان كده لما واحد رأي عادة بيش يقولها التاريخ لما بيقدم تاريخه ياخدوه على طول لين عنده سفيه حلوة لكن اللي عاوز أقوله أن هناك حالات استثناء ينبغي علي أميازها إذا قدرت أميازها أتعامل معها أمين هل أنا عاوز أقول أمين أمين حاجة تانية أسيس موضوع الأحلام موضوع الأحلام ده يعني موضوع كبير قوي وكل الناس بتتكلم عنه من كل الأديان ومن كل الثقافات ومن كل المجتمعات بتتكلم عنه صح لكن موضوع الأحلام ده لما نبص عليه من قصة يوسف الشخص اللي عنده حلم وبيتكلم بيه وبيعلنه ده بيكون مصدر لبغضة ومصدر لغيرة ومصدر لحسد اتكلم اتكلمي على الحتة دي يعني أخواته أبغدوه بيبغدوه فعلا قلنا أبغدوه عشان خاطر أنه بابا مميزه لكن أبغدوه لأنه صاحب أحلام هو نوعية الحلم لها دور بمعنى ما سوعت حلم حلم مش يخصني بحاجة فليني باس معه خلاص وقال انت أكلت أكلة قيلة مش عارف انت مكدتش بالك الكتاب المقدس بالنسبة لأحلام قال حاجة مهمة قوي أن الحلم يأتي من كثرة الشغل في سفر الجامعة صح خمسة فعلا لو أنا عاود أشتري عربية فتلاقيني حلمت بلين اشتريت عربية وماشي وصحب من الرغصة شويت حاجات زي كده والعلم بيقول كده يعني العلم بيقول العقل الباطن بيخزن عنده حاجات وبتطلع في الأحلام ده نوع من الأحلام العهد القديم تقليلا وده موجود ده موجود يقاتل النهار ده شيء طبيعي بالضبط ومش عارف واحد ما واحدة ماتت وبعدين يبقى مشتقين عليها ولي جاتني في الحلم وقاليت لي مش عارف ايه يعني عارفة العقل الباطن بيخزن كتير اه بس ممكن ده يكون برضو انا هكملهم العقل الباطن ليه دور الدور التاني بقى ان العهد القديم كانت واحدة من الطرق اللى الله بيكلم بيها الأنبياء الأحلام لما قول كتاب الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة ايه الأنواع من هالأحلام فهنلاق مثلا يعني هنلاقى كتير اهو في الكتاب المقدس سقولك على البعض مثلا في سفر أرمية الكتاب بيقول لا تغشكم أنبياءكم وعرفيكم فلا تسمعوا لأحلامهم بيقول أحلام بس أحلام مش مزبوطة انا اقولك على السلبية والإيجابيات مثلا في سفر أرمية يقول الكتاب الأنبياء يتنبؤون باسم بالكذب قالين حلمت حلمت كانوا بتحقوا على الناس كلهم حلمنا 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 عشان الناس يسد دي الحاجات السلبية أما الأحلام الإيجابية بص الكتاب المقدس يقولي الآتي في سفر التكوين عشرين أبي مالك الرب حب ينقذ إبراهيم منه فجال أبي مالك في حلم قال له عن الرجل ده فالرجل لما صيح ملقاش حد إيه ده مال مين ده ده كان حلم بس الحلم ده كان صوت الله في سفر التكوين واحد وعشرين يعقوب وهو في حيرة أرأى يعقوب سلما منصوبا في حلم زبط وبعدين رح الحلم وشاف ملايكة نازلة وطالعوا بعدين في سفر التكوين سبعة وثلاثين يوسف حلم حلم بالضبط والحلم ده اللي احنا نركز عليه النهاردة إن حلم حلمه والحلم تحقق بعد التلاتاشر سنة هو نصر قصة دي عشان كده في الأخر يقول فتذكر يوسف أحلامه انت أجلك ده موضوع من تلاتاشر سنة عارف الكتاب يقول انت وانت فانتظرها فيه معاد للبركة فيه أحلام وبعدين يعني هنا أسيس فيه نقطة خطيرة يعني هو حلم الحلم ونسيه آه خلط نساه تلاتاشر سنة لكن ربنا ما نساهوه لا الرب هو كان حلم من الله عشان كده هقولك ازاي نعرف الحلم من الله برضه ما الناس كلها بتحلم وناس كتير بتحلم بالزبط عارف ازاي ده كلها من الأسئلة الكتاب المقدس الكتاب المقدس مثلا القصيين اللي كانوا عنده فرعون حلموا حلمين والحلمين اتحققوا يعني اللي اتحبسوا مع يوسف واتنين حلموا حلمين يوسف قال لهم انت هتتقاطع راسك وانت الملك هيدك ترقية والأتام مضبون فرعون لما حلم حلم الحلم مش كان على مصد كان على مجاعة هتعم العالم لمدة سبح سنوات ربنا بيعلن خطة سبح سنوات عن طريق ثلاث دقايق ايه الثلاث دقايق او نص ساعة او اعتبالها ثمان ساعات نوم هو نايم غيص في النوم قام الصبح قال دينا احلمت بسبع بقارات وسبع سنابل وعندين في مشكلة برضه في التفسير هقولك عليها دلوقتي لان فيه ناس كله بيفتي دلوقتي يعني لا لا هنتكلم عليها الحتة دي بس انا مش عايزة تفوت حتنا مهمة حتة مهمة انت قلت عليها مستقبل اه انت قلت ان في العهد القديم ايه ربنا كان بيكلم الناس والانبياء بالرؤى وبالأحلام بزرع طب وفي العهد الجديد وفي العهد الجديد كذا مرة يحصل في كده يعني الأحلام مازالت موجودة مازالت موجودة والله بيكلمنا بيها واحدة من الطرج اللي ممكن الانسان حتى لو ما فهمهاش ربنا بيساعدنا بيها يعني هديكي مثال بسيط مثلا لما وح لما المرأة مردت الملك قالت له اياك وذاك البار تألمت الليل كله في حلم بسبب اه اذا تحلمت قالت اه انا حلمت في ماتة 27 قالت له اياك وذاك البار لاني تألمت كثيرا اليوم في حلمي من اجلهم اجالوا في حلم في بعض الناس بقى بيبقى ايه بين صاحة ونايم وشوف رؤية البعض يقول عليها حلم البعض يقول عليها رؤية اين كان لكن صوت من اصوات الله وده اللي شافه بطرس في الرؤية مثلا يعني اللي شافه كرناليوس كانت واحدة من الطرق انا بقول في العهد الجديد ويوسف يوسف لما حلم بملك الرب وقال له يوسف لما كان في حيرة انقذ يسوع وإهرب لما كان في حيرة وقال الملك بزا ما انت بتقوله بالظبط كده قال له كوم وخوز الصبي وانزل صح ملقاش حد مين ده لا هو حلم حلم وشوف حلم الجماعة المجوز لما راحوا يباركوا الرعاة لما راحوا يباركوا لما راحوا الميلاد وهم راجعين الاوحية اليهم بحلم في الليل مايرجعوش من نفس المكان ليه لان الرب عرف ان هيرود سيقتل الصبي ده المجوز المجوز فتلاقي هنا ايه يعني عارفة الاحلام لها دور كبير قوي يعني عشان المستمعين يعني الاحلام ممكن الله يدهلنا تحزير ممكن الله يدهلنا تحزير ممكن يدهلنا نبوه على ما يحصل بعدين ممكن يقول لها لا يحصل في المستقبل وهل ممكن يدهلنا عشان يورينا خطة الشيطان واحنا نصلي ضد خطة الشيطان ممكن يكلمني بيها هيطلع لواحد لكت على الشاشة يقول لي عندي سؤال انا وفّله السؤال يعني تب ده ده قبل حلول الروح القدس صح كلام مزموط قبل حلول الروح القدس كان الله بيتكلمني بالاحلام تب وفي العهد الجديد كتاب المقدس في صفر عمل رسل اتنين قال في الايام الأخيرة يحلم شيوخكم أحلاما تبدني كانت في العهد القديم قال صح كانت في صفر يقيل لكن في العهد الجديد الكتاب استشهد بيقال هذا ما تم بالنبي يلقاء ايه الحكاية اسكب من روحي في الايام الأخيرة على كل بشر ويرى شبابكم ورأى ويحلم شيوخكم أحلاما يبايزا الله ممكن هذه الطريقة مش بجول نتكل عليها تماما لكن إذا كانت هذه الطريقة التي يكلمني بها الله ده حاجة جميل فالأحلام لها دور كبير جدا في حياة شخصيات كتيرة في كلامة الله يعني نقدر نقول الحاجة من الحاجات المهمة في حياة المؤمنين إن الله ممكن يكلمهم بأحلام والأحلام دي ممكن تكون تحذيرات ممكن تكون عن أحداثها تحصل في المستقبل ممكن تكون إن حاجة إبليس ناوي يعملها و الله عايز يخلينا نصلي ضد عمل إبليس فلو أنت بتحلم ما تتخدش ما تقولش ده كلام فارغ ما تقولش ده عقل باطن لكن هنعرف إزاي نميز الأحلام الفرق بين حلم جاي من ربنا أو حلم جاي من العقل الباطن أو السيكولوجي والعالم بيتكلم عليه إن إحنا وإرنات يعني إحنا مش بنبطل دور الأحلام النفسي أو الحاجات العلمية اللي أثبتت ولا نؤيد إن هو يعيش متكل على الأحلام على طول برضو الحاجتين يعني بالضبط لازم أميز طب أعرف إزاي إذا كان الحلم اللي جالي ده من ربنا أو مش من ربنا أقول لك إزاي بس سنطلع لواحد مشاهدين برضو عشان جاي من المطار فأنا عاوز أصحصح شوية بس على فكرة إحنا هنبتدي نقبل يعني مكالمات لو عندكم أسئلة في الموضوع أو لاختبار في الموضوع ومن فضلكم المكالمة ما تزيدش عن دقيقة أو نصب الكتير فأهلا وسهلا بتليفوناتكم لكن من فضلكم في نفس الموضوع والمكالمة تكون مختصرة الآية اللي أنا وقتلك عليها الشاهد مش حسقية اللي هو أشعية 29 ثمانية كما يحلم الجاع بأنه يأكل خبزا ويحلم العطشان بأنه يشرب ماء في سفر أشعية صحة 29 ثمانية فبتكلم يعني عن الحكة أمين حدث الحلم إزاي أعرف إزاي هناخد شهر واحد بس أوكي لما الملك بيقول له يوسف أنا سمعت أنك بتفسر أحلام طبعا يوسف كان راكي جدا وهنتكلم عنه النهار قال له لا 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 التفاسيل لله وعجبنا قوي يوسف قال له مش أنا الله هنسلفت نظري يا يوسف أنت لسه فاكرني فيه الله بص على الظروف اللي كان فيها دي بكل ده كله واحد يوسف كان يقول له حاجة يعني لو أنه كان قابل معادها زي بعد كان يقول له ايه أنا علمت حلم وزمعت أنك بتفسر أحلاما هو فكر زي الصحر والمنجمين وزمعت عنك بتفسر أحلام تفسيره وكده قال لا التفاسيل لله فمن ضمن الحاجات اللي قال هالو قال إن الحلم تكرر مرتين فده من الله فلو الحلم تكرر بالزبط مرتين تبكل أو بطريقة ما جيبه من الله خد بالك هو ما تكررش تبكل يعني أول مرة مش تبكل بالزبط المعنى تبكل لكن التفسير صعب خلي بالك لأن واحد غير يوسف ما كانش يفسر كده خالص لأنه هو بيقول مثلا سبع بقرات مثلا فشبه إن كل بقرة نحيفة بسنة مجاعة تيجي في دماغ مين دي صعبة طبعا وبعدين شبه كل بقرة سمينة بسنة شبعة إيه داخل البقر بالسنين مثلا يعني تنجيه كمان الجل وتان قال له شفت سبح سنابل تماشي عم البقرة تشيل للسنة جوعه أو الشبع طب والسنبل أمالها قال برضو تشيل للسنة يعني أنت وقد بالك من الفكرة هنا طب يا عم يهم لا فكنت بالتفاصيل لأحلام ده مشكلة كبيرة برضو مرات يعني الناس لكن هنا الموضوع يحتاج إلى موهبة من الله لتفسير الحلم أوكي علشان أفسر حلم لازم أكون عندي الموهبة جهة زي بعض عشان المشاهدين ما يعلقوش على كل حاجة ويقولك مش من ضمن الموهب التسعة بلاش نقول الموهبة لكن خليها يعني عارفة يعني ايه تمييز من الرب للشخص يعني حاجة تمييز كده أو ربنا أعطي له قدرة أنه يعرف يفصل حلم إزاي يعني ده إمكانية بيعطيها الرب لبعض الناس يعني طيب معلش أنه هرجع تاني للسؤال بتاع إزاي أعرف إذا كان الحلم ده من الرب أو الحلم ده من عقل الباطن ماشي تابعا أول حاجة أقولتها حضرتك إن إيه يتكرر إذا الحلم تكرر لو الحلم تكرر حاجة تاني إذا أنا مجرب قبل كده وربنا كلمني بحلم واثنين وثلاثة أعرف أن ده طريقة بيفهمني بيها الله حياتي يعني ممكن ربنا بيكون بيتكلم مع ناس بطرق مختلفة ممكن يكلمنا بطرق مختلفة وشخص معين ربنا بيكلمه بالأحلام بس إذا كان الحلم بيكلمني بحاجة ضد ما جاء في كلمة الله يبقى لا يبقى مش حلم عشان برضو إيه إذا كان الحلم جاءنا عشان الله يفهمني بحاجة مطابقة لكلمة الله ليه وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت يعني مثلا هديك المثال أنا حلمت حلمي بالليل إن أنا الرب قال لي ما تروحش الكنيسة ومالحد وعد صال في البيت أنا بدي مثلا حاجة كده عشوية وما تروحش الكنيسة تاني لا ده الكتاب جاء الجير تاركين اجتماعكم مثلا كما لقوا من عادة إيه الحلم الغريب ده يعني اللي عاوز أقوله إيه أنا بدي مثال يعني يعني لو جاء الحلم ضد حاجة في كلمة الله يعني مثلا جاءني واحد يقول في الحلم أنا حلمت إن الرب بيقول لي لا 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 ما يتفعش العشور في الكنيسة مين اللي قال لك الحلم ده يعني انت فهم أنا الكتابة لهاته العشور إيه لخزنة اللي يكون في بيوتها طعام وقال لك بس أنا أحلم لا حلمك مش مصبوط أنا بدي أمثلة بس يعني ولو واحد مثلا عايش في القاهرة وحلم إنه تجاوز واحدة بشعراء صفر آآ آآ حلم واحدة وفجأة كده تكلم بالانجليزي وتكلم باجا خلاص يعني وتكلم لغا وقال لك إيه بس أنا مرة واحد بصدق قال لأسيس نفسي عندك إيمان قلت له عندي إيمان قال لأنت عارف ربها بعتلي كام قلت له بعتلي كام إيه قال لي فلوس قلت له كام يعني قال لرب وراني في حلم يبعتلي 30 مليار دولار قلت ليك إنت قلت لي ما تروح تقابل الرئيس أنت هتحل لي مشكلة مصر أنت بتتريج علي قلت لي بعتها لك إزاي واحد فاعل بيبيع جال أحلمت قلت لي أنت ما كنتش نام كويس أنا بكلمك حقيقة الكلام ده منيمت بقام عد على 14 سنة بسأل علي لسه الجاد لكش الجاد فاعل مستني 30 مليار يا رب ما عرفش الحلم ده جابه منين ده اسمه هوس فالحلم يعني يكون متزن مع كلمة طبعا بس حضرتك قلت حاجة في بداية في بداية البرنامج كنت بتتكلم وبتقول واحد مثلا فقد ابنه فقد بنته فقد أمه أبوه وتيجي الأم في الحلم من اختباري الشخصي أن دي بتكون كلام من ربنا لتعزية أو لحاجات الله عايز يعلنها إيه رأيك في الأمر ده بص يا دي بص كل واحد قناحته الشخصية فيها لأن ليس لها سنة كتابي للأمانة يعني عشان نبقى لكن في واحد أقول لك أنا إيه كنت قلقان على أبويا وبعدين أبويا جاني في الليل وليجيت يسوع معاه أنا أبويا في السم هو استريحة ونفسيا مرات العقل الباطن يعمل كتب أنا بدني بيسأل ومرات ربنا يستخدم حاجة ريح ضميري لكن ما فيش سنة كتابي للقصة دي قناعة شخصية بقى حسب الشخص يعني ما عنديش دليل كتابي لها دي أن نعرف واحد مثلا بعد ما مات راح السماء ولا ما راحش إلى آخره يعني لكنها بتبقى العقل الباطن لها دور كبير ومرات الله بيستخدم اسلوب عشان يديني راحة كمؤمن أو يوريني أو يعزيني يعني يعني ما فيه ناس مؤمنين مات لهم شباب صغيرة وبنات صغيرة ومن ألمهم بيسألوا الرب ليه ليه في التوقيت له وأعليه لك ليه ما خدتنيش أنا وسبتي ابن أو بنتي ليه هو لسه صغير طلع فالرب ببساطة القلب عارفة يستخدم إمكانياتي في توصيل الفكر إيه إمكانياتي أنا الإمكانية اللي هفهم بها ربنا الحلم فيجيني في حلم ابني في السماء بنتي في السماء بيرانا بيت عزفة لدي فيه راحة من الدولة أشكر الله فخلاص الرب أعطاله راحة يعني راب تؤمن بي يعني فيه ناس كتير ولسه كنا سامعين من الأخت إيريني أبو جابر الحد اللي فات كانت في الكنيسة وكانت بتتكلم على قد إيه كانت تعبانة لما شادي ابنها راحة السماء وقد إيه كانت تعبانة تسأل ربنا لكن الطريقة اللي الرب عزها بيها إن هي شافت شادي في حضن الرب يسوع والرب يسوع كلمها هو الفرق إيه إنه يبقى في حضنك أو حضني ما أنا أدته لك فالرب بيكلمنا بالأمر ده بأحلام ويا مناس الرب عزها وسند قلوبها لأنها شافت أحبابها اللي راحوا السماء في حلم فأنا شخصياً دي حصلت معايا يعني اختبار شخصي حصل معايا لما مامتي رحت السماء والرب عزني بالطريقة دي وكنت بأحلم بماما لغاية ما أنا هديت وتعزيت فأنا أعتقد أن يعني زي ما كنت بتقول حد الأسيس ربنا بيكلمنا بالطريقة اللي احنا نفهمها ده اللي أنا عاوز أقوله كده أن الله بيستخدم مرات كتيرة أسليب لتعزيتنا بالطريقة اللي احنا نقدر نفهمها يعني لو نقدر نراب حتة الأحلام علشان تعرف إذا كان الحلم ده من ربنا أو الحلم ده مش من ربنا علامة من العلامات أن الحلم يتقرر علامة تاني أن ما يكونش الحلم مضاد للكلمة النبوية المكتوبة في الكتاب المؤدس علامة تالتة أن الحلم يديك راحة ويديك تعزية ويديك رسالة تنتقل بحياتك لخطة الله المعدة لك طيب أسيس الكلام ده كله ده كلام قايم جدا لكن عندنا الأخت عندنا أخت دولة من كاليفونيا على التليفون أهلا بيك أخت دولة إزايك يا أخت إيفيت كيفك عاملة إيه نشكر رب حبيبتي أهلا بيك إزايك يا حضرت الأسيس أهلا بيك أهلا بيك أنا عندي سؤال عايزة أسأل إيه الفرق بين الرؤية والحلم لأنه بيقول يرى أولادكم رؤى ويحلم شيوخكم أسلام إيه الفرق بين الاثنين دول هل الرؤية لواحد هي حاجة والحلم حاجة ولا نعرف إزاي ده حقيقة وده حقيقة ممكن تشرحوننا الاثنين دولة لو سمعت هذا الأسيس حاضر حاضر شكرا أخت دولة شكرا على السؤال باختصار شديد الواحد بيبقى نام وغاد صنف النوم في الحلم الرؤية بيبقى بين صحي وبين نايم يعني الرؤية دايما بين صحي وبين نايم كأنه فاية ويشوف رؤية فعلا لكن الحلم بيبقى حلم نايم نايم نام نعسان نعسان خار وفيه أربع مراحل للنوم آه طبعا فممكن يكون في أول الليل ممكن يكون أول وفي آخر وفي نص بس بيبقى نايم ده سمو حلم لكن إذا كان بين صاح وبين نايم بيبقى رؤية فيه برضو حاضر الأسيس ناس تقولك الحلم اللي بتحلمه في الفجر هو ده الحلم بيبقى ربنا بيكلمك بيه بص أوليك على حالة ده ما أقوله بس الفجر بالنسبة لأمريكا هو المساء عندي نحن في مصر لا بس أولايم في الفجر هو فجر أمريكا مختلف عن فجر أنا بدي أنا بدي مثلا فالوقت لو أليمت هنا في النهار هيبقى عندي أنا هناك بالليل فلو حلمت حلم دي بص دي ما أقوله بيتكلم وليه بيقوله كده أقولك ليه لأن الفجر بقى الواحد خلاص عارف النوم أي يعني إيه غاص في النوم وبعدين بيكون الجسم بجرلاكس خالص فيبتدى ممكن الجسم يعمل إيه هنا يبتدى يحلم حقيقة فهما تفكير يعني بس ده إيه عندي حاجة علمية ملهاش دعوا بالكتاب يعني عشان بس ناس ما تطلعبطش لكل واحد يفكر نام في الفجر عشان يحلم يعني في تعليق برضو جيه أعتقد أن تعليق ليه معنى عميق برضو عموما الشخص الشيخ مش هيبقى عنده أحلام لكن الشيخ هيبقى عنده رؤى نتيجة الحكمة والخبرة وكده لكن العكس لما يحصل يبقى معروف إن ده من الله بالظبط كده دي نقطة الكتاب على فكرة الناس بتفصل الكتاب على فكرة لما قال يرى الشباب بكم رؤى يعني رؤى يحلم شيوخكم أحلام يعني أحلام أحلام فعلا يعني الشيخ اللي هو ما بيعرفش ينام لا ده ينام وهيحلم وعنده أحلام كأن يعني بيقول إنه مش هيفقد الأمل فيه بركات جاية لكن يحلم حلم ما يقصدش أحلام اللي هما بيقول عليها يعني إيه يعني أحلام يجدد مثل النسر الشباب وفيقدر يحلم أوه يحلم طبعا معنا الأخت ليلى من واشنطن أهلا بيك أخت ليلى أهلا يا إيفت هاي حببتي نحن 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 شكرا للمنمج الجميل دولة للا أشياء سكاد كوت أنا حقا لديك دو سؤال لكن على الهاتف قلت إجابة لأحد منهم أوكي السؤال اللي هو أنا بشوف أخواتي الله يرحمهم اللي توفى أكبر مني دايما في الأحلام بس أنا عرفت دلوقتي الإجابة السؤال اللي أنا عايزة أعرفه بقى أنا طول عمري من وانا صغيرة أحلم أحلام it's not like يعني very important حاجات بسيطة جدا زي مثلا مثلا في حدثة أصحى ألاقي الحدثة بتحصل في حاجة إن شاء الله تفعي يعني إن شاء الله أكل بكل أصحى تاني يوم ألاقي ممعاملة الأكلة دي كده يعني فأنا نستغربة يعني أنا مش عايزة أقول أنا ليه في حاجة من ربنا ليه يعني إن أنا يعني سكرتش وكده بس بس عايزة أعرف إزاي ده بيحصل على طول على طول أحلم بحاجة تحصل بنتي بتقول لي ما ممكن ده يكون من الشيطان فأنا استغربت من الكلمة يعني بس عايزة أعرف هل هل الكلام ده ليه معنى أو تفسير مش عايزة السؤال حلو جدا أخت ليلا أمشور الناس كتير عندها نفس السؤال ده فضل حد للأسيس أنا بقعون بفكرة يعني الشيطان لا يعرف المستقبل الشيطان يعرف الماضي لكن التصورات اللي هي من وراها شر بتبع حلام من الشيطان مش عارف حادثة مش عارف إيه قتل لكن الأحلام اللي بتقول هدية ربما هذه طريقة الله بيتكلمها بيها هو مش بغدبلها مش عشان بنت هلت لها كده تقول الكلمة دي بس وليه ما يكونش من الله عسنا بتشوف حاجات كويسة وبتشوف اللي بيحصل والمفروض هي أتصلي كتير إن ربنا ينم دي ربما الرب بعدها يديها النبوة أو يديها رؤى يعني دي ما تبع حلم بس لكن كلا تصلي تاني فأنا عاوز أقول حاجة مدام يعني هي بتعمل كده ربما تكون هذه الطريقة الله بيتكلمها بيها أنا أعتقد الإجابة دي يعني يعني ويتنس لقلبي لأن فيه أحيانا كتيرة جدا جدا إن الله بيدي مثلا حلم أنت بتقولي شفت حدثة وتسحي تاني يوم تلاقي الحدثة لما تشوفي حدثة تبتدي تصلي ضد الحدثة دي اللي هتحصل ممكن صلاتك توقف الحدثة و الله سمح أن أنت تشوفيها عشان تتشفعي وتصلي والصلاة بتاعك توقف الشر اللي جاي ده تصح كويس أنا يمكن أصدت اللي عاوزة تقوليه ما أصدتش أن الشيطان يعني لو حلمت بحادثة ده كانت يعني الحلام كلها سلبية سلبية مرات الشيطان بيزعجنا يعني لكن اللي عاوزة أقوله أن مرات الله بيكلمنا بالطرق دي يحظرني عشان أصلي أخلي بالي أقصى الأرواح اللي ضدي وهكذا إذا كان شيء خير أنا بصلي واشكر الله أنا عندي في البيت متجوز من سنة 88 نورين مراتي تقريبا في قرارات مصرية في حياتنا هي الحاجة اللي ربنا بيتكلمها بها بالأحلام وتقوم تقول لأسيس أنا حلمت وما تحلمش حلم نفسره هو حلم حلم يعني جاب الأنسر من عند ربنا من الجير كلام أنا بقول حقيقة يعني يعني هي مرات حتى لو حلمت حلم في أي حاجة يعني ممكن أنا اختلف معها في حاجات وما تبحش في بعض حاجات هي سمعاني دلوقت وهتتغز مني لا هي نايمة ولا صحية ممكن ما تنبحش في بعض القرارات لكن القرار اللي تقول لي حلمت عن تجارب وقبل كده ما بقول لهاش ولا شمل ولا يمي اعرفي المفتاح بقى نور لا لا من طلعت لحلمت حلمت ما تضحكش علي بالله معانا بنت الرب من كندا هلو أهلا بيكي هلو أختي فين أهلا بيكي اتفضلي أهلا بيكي انت على الهواء ايه اتفضليك حبيبي حاببتي أنا فقدت وابني 25 سنة وجاني يعني بحق كثير مجروحة أنا ليس وبس جاني حلم من جاني حلم يعني أعبالكي شفتون وحزني راح وفرحانة وقلت روحوا كل القسيز وكل كنيسة وجاء ابني وفرحانة يعني حزني راح يعني هذا حلم منين من الرب العالمين من الرب طبعا ازاي ما قلت تعرف الحلم من ربنا ولا لأ ان الحلم يسبب عزاء وفرح يبقى الله بعث لك الحلم ده علشان عزاء وفرح معلش عدين نتكلم في الحتة دي تاني حتى الأساس نوضحها نوضحها أكتر شوية نوضحها أكتر شكرا على السؤال وشكرا على المكالمة حبيبتي وربنا عزاكي بالحلم الله ليه طرق بيتكلم بيها مع أولاده ومنها الأحلام الأحلام اللي أعطاه لنا عشان يعزينا ويفرحنا الله في كلامه لينا بيستخدم طرق كتير أنا عشان بس الناس تبقى واعية أول طريقة وآخر طريقة هي الكتاب المقدس لكن أنا من خلال الكتاب المقدس بس محسوط الله لكن في بعض أمور مثلا أنا ليه حد قريب مات الكتاب ما قاليش أتعز به إزي ألعزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام إنه راح السماء إلى آخره فببساطة أنا الله شايف الطريقة اللي هيعزيني بيها الحلم فممكن يحصل كده ربنا يوريني حلم كنعمل التعزية كنعمل التشجيع فأنا بأؤمن إن هذا من الله فدي حاجة كويسة جدا لأي مؤمن يعني يبقى خلينا معلش نرجع تاني أسيس عشان كلنا نبقى عندنا إيمان ثابت على حقائق كتابية الحلم تعرفه من ربنا ولا لأ لو تقرر يعني لو أنت شفتي ابنك مرتين ثلاثة في حلم ده مية المية من الرب لو الحلم هيعزيكي ويكون سبب سمر حلو في حياتك ده من الرب الرب عزاكي لما شفتي ابنك يبقى مية المية ده من الرب الحاجة التالتة اللي قلناها إنه يكون الحلم مطابق لكلام ربنا يعني ما تكونيش بتحلامي مثلا أحلام تبعدك عن الكلمة وتبعدك عن الرب كمان في حاجة إذا أنا حلمت حلم إنه فيه خطر جاي وأم أقولش من الشطاء يبقى خلي بال مش وار بالاش أروح مثلا يعني فيه خطر في كذا أصالي وأكثر الروح دي فممكن ربنا يحظن بحلم ده برضو ده مهم يعني أقولك على حال لما الوقت الحلم اللي إحنا هنروح له الملك بيقول لي يوسف أنا حلمت حلم إيه الحلم قال له سبع بقرات سمان بلعوا البقرات النحاف قال له طيب ده معناها أن فيه سبع سنين ما جاعة جاية كارسة جاية تب نعمل إيه في الكارسة ما سكتش وده هنتكلم فيها فكريني بس هنتكلم في اكتشاف القادة وده عاوز أنصح بها الأوسس النهاردة احنا هنتكلم عن يوسف هو إن حل الأزمة بس مين اللي فهم إن يوسف هو اللي يحل الأزمة فرعون أه فرعون ما كانش عاوز يحلها بس فرعون فهم من القادة اللي يجيب وده اكتشاف القادة أنا بس عاوز أن نروح لنا وين دي حتة حلوة جدا خلص يعني فيه خدام يبقى عنده ناس مواهف في الكنيسة والطناشة ليه سيبوا طلعوا ده ده اللي هينجح كنيستك ده اللي هيرفعك ده اللي هيرفع الطايفة ده اللي هيرفع الكنيسة ده اللي هيرفع المذهب الجسد الجسد الواحد علشان كده بس عشان ما نتوش عن الحكاية دي ان فرعون فرعون لما بيقول يوسف ان انا حلمت بالبقرات دول قال له فيه خطورة جاية سباح سنين نعمل ايه فيها طب ده حلم مش من الشيطان ده من الله قال له فيه حل للخطر يبا يزا ربنا وراني حلم فيه خطورة اقعد بقى صالح احل الخطر ازاي ده سباح سنين ما جاية عارفة سباح سنين ما جاية عن ايه مش ما جاية على المصر ده ما جاية للعالم كله يعني الناس هتموت كلها ده كارثة مين يحلها قال الشاب اللي اسمه يوسف ده عنده الحل يبا ربنا خلاها حلم حلم تحزين فلو حلمت ان العلايا ديون ان فيه ديون ان 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 يبا ابتدى بقى صلي مين بقى يحلل للازمة فده برضو صوت من الله دي نقطة نقطة مهمة جدا جدا ساعات بنشوف احلام وبنبقى طب هصللها ازاي انا مش عارفة اصلي الموقف ده ازاي الناس اللي ربنا مديها انها بتتكلم وتؤمن بالصلاة بقلسنة في الحالة دي صلي بقلسنة لان الله بيتكلم بيك باسرار تحل المشكلة اللي انت مش عارف ومخك ما قدرش تجيب الحل بتاعها ولا حتى تكون فاهم المشكلة ايه يعني ممكن تحلم بشخص والشخص ده انت ما تعرفوش او تحلم بوش شخص والشخص ده في ازمة او في حادثة مش عارف طب هصلل ازاي تبتلي تصلي بقلسنة لو انت او انت بتؤمن بالقلسنة افتح لسانك والرب يتكلم بيك بقى اسرار صحيح وبعدين في حالة ست اللي بتقول له جزء اياك واذاك البار لانا حلمت حلم بتحذر اهو لو مديت ايدك عليها هيحصل لك كذا كذا فانعاوز اقول حاجة لو حلمنا حلم ايجابي ده باركة حلم سلبي اشارك ناس يساعدوني في حل الازمة اللي جايالي ده طريقة من طرق الله إذا انت ذكرتها على نورة الستات بتحلم والستات ربنا بيوريه حاجات فلما امرأتك تقول لك انا حلمت حلم لازم تسمع الكلام بس في حاجة برض اصلا ممكن تقول انا حلمت حلم ان احنا عاوزين نروح مصيا في 12 يوم وتحدد له فين وتقول لحلمه وما عملتش كذا المصايف يستسنى والمصايف الكبير ممكن يستغلوا فكرة الاحلام دلوقت يقول لازم يا احلام مص احنا جربنا حياة في حياتنا حقيقة يعني ومرات حاجة انا بقولها قدام الله يعني مرات كتير نقوم نحلم حلم واحد احنا الاتنين مش واحد نفس المضمون اقول لها ازاي وبأسماء الاشخاص انا بكلمك باخلاص بأسماء الاشخاص يعني اديك المثال بسيط لما جاموا ينتخبوني في رئاسة الكنيسة رسولية في مصر في الانتخابات نورين قالت لبص انت هتنشغل زيادة وانت لما تمسك حاجة يعني ايه بتقعد تهتمي بها زيادة فمن فضلك بلاش الموضوع ده وايه وزعيننا فعلا وقلت لا بس انا حاسيت ربنا عايز قالت لبص انا مليش دعوة ما تقوليش ربنا عايز لانك هتتعب ومش هتقدر وده حمل كتير وقلت لا خلاص انا هروح اشوف لاي حتة عدفها يومين واجيلك رح تمشيت عدت يومين كده في حتة قلت صلي وبعدين لقيت نفسي ايه الرب قال لي رجع رجعت البيت قال لها بصي قالت لقبل ما بص انا حلمت حلم ايه الحلم وقالت لحلم الرب شاهد على هذا الحلم تم بعد ما مسكت الكنيسة الرسولية بكذا شهر باللي قالت هولي بالحرف الواحد فاكتر من حاجة بأسماء اشخاص وكان حلم من الله واو انا بكلمك حقيقة وساعتها انا حلمت حلم فعاوز اقول حاجة ربنا بيكلمه بأحلام وعلمه طريقة لما يحلم مثلا بأسماء معينة الاسم ليه معنى فبيفهم هو تفسير الحلم ممكن من الأسماء يعني ممكن ربنا يدينا تفسير الحلم بطرق مختلفة يعني طريقة كلام ربنا معاه انه هو بيدي له مثلا اسم شخص مثلا مثلا سامح مثلا او سميح يبقى فيه رب عايز سماح يعني بيفهم 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 تبقى علامات بس انا خاف المستمعين يروح يتصل وفيك تقول احلام لحلم او يتصل هلا يفهموها كده لا هم اللي يحلم مش احنا يعني طيب نرجع لحتة التفسير الأحلامي السيس يا ما كتبت كتبت عنها تفسير الأحلام في كل الأديان وفي كل المجتمعات وحاجات كتيرة قوي هو الحلم ده او تفسير الحلم ده موهبة ولا اعلان الهي ولا زكاء ولا علم هو العلم الهذور العلم الهذور لان العلم ده ميتخد من ايه العلم بياخد منين عايب بحوث بيعملوها وعلم وتجارب وكده وبيستنتش في الأقل لكن انا بأمن بالعلم حاجة ارشاد من الله للتفسير لسبب لان عشان تقوليلي مثلا يعني عشان تقوليلي لما يوسف فصل الحلمين بتوع القصين واحد بيقول له انا حلمت بالليل ان انا جايب بعصير عنب ان انا الكرمة انضجت وجابت عنب وانا عصرت العنب وبعدين رحت عطيتلي فرعون شيري بكاسعين جاء للكاس ففصرها له التاني قال له ايه بقى انا حلمت ان انا عملت له اكل من كل النواحة وحطوتي على سبت بس الطيور بتاكل انا لو هفصر له اقول له ايه يا يبا الملك هيبا جانا وهيدي الناس كلها تاكل ده التفسير بتاعيانا لكن يوسف قال له عارف الحلم ده ايه وكان فرحان ده انا عملت اكل وجبت اكل وجبت وجبت ومليت السلة من كل المأكلات وعطت فرعون بس الطيور كلت مني قال له عارف الله يحصل قال له هتقطع رجبتك قال له ايه يا عم انا بكلمك في قصة قال له الحلم ده اركبتك هتتقطع وهتقطع هيعلوك على خشبة الرجل اللي حلم حلم فيه خشبة ده فيه اكل ولا حلم حلم ان فيه رقب هتتقطع ولا فيه سكين ولا حاجة بدن هذا بدي مثال يعني التاني لما حلم الحلم قال له انا حلمت ان انا عملت عصير وعطرت المالك شرب عارفة كان ممكن يقول لي ده انت عطرته شرب كده انت فيه حاجة بانت هتسم المالك عشان كنت الصاقي او هتروي او هل عارف الحلم ده معناه ايه ده هيرجعك لمكانك وهيرقيك ده تفسير ما يجيش على زهن عدى بدن لو علمه مش يفسر كده فدي كانت عايزة قدرة من الله حاجة تاني لما اقول عندي سبع سنابل وسبع بقارات مين يفسر يقول اصلي جاي على العالم سابع سنين مجاعة وسبع سنين شبع ما تجيش في زهن حتى لا اطلاقا يعني ده اعلان إليه لا ده اعلان إليه لان لو حد قال لي سبع بقارات وسبع مش عارفة فاصله اقول له ايه لكن هألف له ايه تألفه وخلاص هقول له ايه هقول له عارف الناس الكوية عندك هيكلوا الصغيرين زي السمك بيأكل الكبير يأكل الصغير هفصل له اي حاجة بحسب استنتاج العالم لكن ده عايزة قدرة من الرب على عشان كده أنا برضو حذر الناس حد يحلم يروح كادم يزوره يقول لي فصل لي فصل له الحلم يسيب البيت منكله وبتفسيره غلط مش كل الناس اللي بتفسر احلام فدي نخلي بنا منها برضو يعني الموضوع ده أصلي خطير وصعب موضوع خطير جدا موضوع خطير وحساس فأنا عشان كده يرجع للكتاب المقدس في كل حلم يحلم بجد كان يتمشي مع كلمة الله زي ما قلتها خطر يصلي له خير يشكر الله ويرجع للسنة بتاع كلمة الله أمين احنا هنطلع فاصل وهنسمع ترسيلة عن الأحلام وهتكون بركة كبيرة لنا لكن أسيس عايزة أختصر الجزء اللي احنا تكلمنا فيه ودي رسالة مهمة جدا لكل واحد ازاي ان ربنا بيكلمنا بأحلام وعرفها ازاي دي من ربنا ولا لأ أعرفها من ربنا لو الحلم تقرر كذا مرة أعرفها من ربنا لو تنطبق مع الكلمة اللي في كتاب المؤدس أعرفها من ربنا ولا لأ لما تكون سبب عزاء وفرح وطمأنينة في قلبي وفي حياتي ولو حلم في حدثة في شر جاي في حاجة تخوف قومي وقوم بدورك في التشفع وفي الصلاة علشان الشر اللي إبليس ناوي يجيبه يقف بسبب صلتك هنطلع الترنيمة دي والفاصل ده ونرجع مرة تانية ولو عندكم أسئلة بنرحب بتليفوني السوق تقفت قبل الفاصل في حاجة لأهلا الناس يفكروا هي عن الأحلام بس أنت قلت فيه مواضح كتير لسه لا ده فيه لسه معوضح التفاؤل والتشاهم والتفاؤل والبغضة والكراهية والغيرة كل أحاجات كتيرة أكلموا أصحابكم وأريبكم قلهم برنامج ما حصلش اسمعوا بقفع الكرمة برنامج عن الأحلام والرؤى الغيرة الحسد البغضة وإزاي نتعلم من الحكمة اللي ربنا بيدهلنا في الأحلام ما تستغرش استغرش لو أحلامك في الصلاة بعد زمان اتحقق ما تستغرش استغرش لو يا نبي عساقت الأراضي بعد ما اتشقق ما تستغرش استغرش ما تستغرش لا لو أحلامك في الصلاة بعد زمان بعد زمان اتحقق ما تستغرش ما تستغرش لو يا نبي عساقت الأراضي بعد ما اتشقق ما تستغرش ما تستغرش ما تستغرش لو أيدين في الدموع لمسيت كتابك شجعت شجعت نفسك وقمت عالي هدافك هدافك لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش ما تستغرش ما تستغرش ما تستغرش استغرش لو في ناس كترفض حبه والنهار ده بتعبده ما تستغرش لا لو أساويت القلب دابت لما لمسوا جددوا ما تستغرش ما تستغرش لا لو سجونة لو في ناس كترفض حبه والنهار ده بتعبده ما تستغرش لا لو أساويت القلب دابت لما لمسوا جددوا ما تستغرش لو سجونة فتحت ودخلها نور موسيقى بدي للأحزن بفدية نبع صور موسيقى وعالصخرة سبت الرجل اللي كانت ما بتقدرش ما تستغرش عالصخرة سبت الرجل اللي كانت ما بتقدرش ما تستغرش ثقتك وترمي على الحبيب محبته وقدرته ديها ولو تمنى هيستجيني لو ايدين في الدموع لمسيت كتافة شجعت نفسك وقمت عاني وتافاك لو ظروفك هي هي لكن حزنك ماكملش ما تستغرش لو سجوني تفتحت ودخلها نوره بدي للأحزن بفضيا بصروره وعا الصخرة سبت الرجل اللي كانت مبتقدرش لا ما تستغرش أدى إيه ترنيمة جميلة أدى إيه ترنيمة مناسبة للموضوع أحد الأساس لو موضوع النهاردة أثر فيك وجاوب على أسئلة عندك واتحركت جواك إعلانات سماوية أحبك أنك تتواصل معي على فيسبوك إيفت البيادي أحب أسمع منكم علشان نتكلم في المواضيع اللي بتلمس قلوبكم وبتلمس حياتكم هنرجع لنقطة خطيرة جدا يا أسيس نتكلم فيها الكتاب بيقول لما يوسف راح بيت فتفار ربنا بارك فتفار بسبب دخول يوسف لما راح السجن حتى وجد نعمة في السجن وربنا بارك الناس اللي في السجن في كل مكان يوسف راح فيه بالرغم من تنقلاته في ذله وفي تعبه لكن كان سبب باركة فيه ناس تدخل البيت تبصت لايه سبب باركة تبقى فرحان إن الشخص ده لما يدخل بيتك وفيه ناس أما تدخل البيت تحصل مصايد رأيكو تبقى مش عايز الشخص ده يدخل البيت الكلام ده عادته تقاليد ولا كتابي ولا إيه بص هو لك حاجة والقصة دي ده موضوع شائك وصعب وخطير حقيقة يعني عشان بس المستمعين يركزوا معنا فيه في حاجتين نتكلم على الحاجة الروحية الكتابية يعني فيه ناس تروح بيت أو كنيسة أو بلد فعلا تبقى باركة وفيه ناس تحط رجلها تبقى مصيبة طب إيه لي بيخل القصة كده أنا أقول لك ثلاث شواهد كتابية ويجيب لك قصتين على السريع سفر التسني 11 يقول الكتاب إذا جاء بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها فأجعل البركة على جبل جرزي يعني المكان اللي تيجي فيه ده أنا هجعل فيه باركة تبليئة مدام أنت حطت رجلك فيه ده أول وعدة حالة ده أول شهادة ده فيني أسيس؟ تسني 11 29 تسني 28 يقولي إن سمعت يسامعا لصوت الرب إلهك لتحرس أن تعمل جميع الوصاء يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك بص بها ويبارك الرب يبارك الرب في الأرض التي يعطيك إياه يعني تروح مكان وتعمل مشروح تتبرك فيه بس في حاجة هنا قبلية إن سمعت لصوت الله إن كنت ماشي في خطة الله بص الشهر التالت بقى التنفيذ تكوين 26 يقولي وذرع إصحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة مئة ضعف وبركة هو الرب أرض بيزرعوها فالراج يخذ الأرض زرعها جابت مئة ضعف يا عمي إزاي قال ما انت حطيت بص البركة ليه؟ هو ماشي في فكرة الله ماشي بخطة الله ماشي زي ما الرب عاوز لما نيجي ناخد شهادين في الكتاب مثلا يعني يقولي يوسف بركة الرب بيت المصر بسبب يوسف عارفة ليه؟ لأن يوسف كان حمله بحلم والحلم هيبقى هو السيد إخواته هيبقى عبيد بس الحلم بعد ما ماشى في الطريق كل حاجة راجع الوراء يعني حلمت حلم هبقى المالك وترميد في السجن حلمت حلم وأخواتي يبعوني حلمت حلم وأنا مظلوم حلمت حلم ووحدة تتحرش بي وتحط نفتهم وظلم إيه ده؟ فين الأحلام بتاعتي؟ لكن يوسف لأنه كان ماشي في خطة الله فكل مكان يوسف يتحط فيه الرب يبارك يوسف بص فيه لفظه مهم أول فكل المشهد ده ولكن الرب كان مع يوسف يعني بيحصل ده ويحصل ده يظلمه ويتهمه ويدربه وعاوزين يموته ولكن كلمة ولكن ده يعني الناس شغال في جنب والرب شغال في جنب تاني خالص ولكن الرب كان مع يوسف فكان رجل النجح من عكس يوسف بقى حاجة صعبة أو واحد خادم أسيس محترم معروف أو مشهور أوي أنا قلت أسيس يعني بأخذك رجل الله يونان يونان نراجب السفينة واحد قال له كلمة جارحة قال له ممكن لو سمحت نلقق قرعة لنعرف بسبب من هذه البلية يونان بصر له كده قال له نعم قال له بص يا أستاذ انت والمرة نشوفك معنا انت يعني عميل يعني مش زبون عندنا يعني انت احنا عاوزين نعمل جرعة نشوف بسبب من البلية وبعدنا راح واحد قال له وقالوا ليونان اخبرنا بسبب من هذه المصيبة خلي بالك يعني البحر لما هاج والناس هتموت قال ليه في واحد هنا سبب مصيبة الكلام الصعب قال له اسمع ما هو عملك تخيل معايا تخيل معايا يعني ان الاخ يونان ده السيس ما هو كان نبي صح يونان النبي هم بيسألوا ما هو عملك يرد يقول ايه انا نبي الرب ماشي عم من اين انت من كنيسة كذا ما هي ارضك من ارض فلان من اي شعب انت كلها اسئلة محرجة تخيل بقى لما يقول انا عبراني انا خائف الله انا صراحة خلفت ربنا يد الكسوف يونان لان كان ماشي زي ما هو عاوز كان سبب مصيبة يوسف لانه كان ماشي زي ما الرب عايز كان سبب بركة ايه اللي عاوز اقوله في الخلاصة دي اذا سلكنا بفكرة الله كل مكان هنروح فيه هنبقى بركة اذا سلكنا بفكرة انا احنا سامحيني كل مكان هنروح فيه مش هيبقى فيه بركة كتير حتى لو مؤمنين وحتى لو خد ده مش مؤمنين بس ده يونان نبي ده نبي عارفة نبي يعني ايه يعني انا مش بتقوله عليها مسك الكناس راسلها في مصر ده ده نبي مش مسك مجمع نبي يعني في اول وعزة عملها ده حاجة تكسف ده راح وعز وعزة تخلص فيها مية وعشين واحد مية وعشين الف واحد كان المفروض يشارع على الفيسبوك ويقول مية وعشين الف فوال وعزة ده وعز يعني ما حصلش زعل ونيدم و ويه حمز علان ليه قال لا لا ما كانش قصد كده خالص ليه لا 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 كان عنده عنصرية وعنده تعص قال لا كنت عاوزهم يموتوا ونخلص منهم يا جدع ربنا خلاص قال لك لا 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 عشان كده يونان يعني برضو قال له بسبب مين هذه المصيبة واسمه مؤمن وخدم الله التاني يقول له بص وبارك الرب بيت المصر بس عاوزة تنظرك لحاجة يا اخت افت فتفار زكي جدا جدا عارفة ليه قال لان الدخل بتاع النهار ده كان مية ألف دولار في السنة الوالد ده من يوم ما داخل بيتنا بقى ميتين أفت هراح جابه قال لي خد هنا أنا هعمل لك طفولة رسمي أنك أنت هتب مدير البيت عرف ينجل قائد اللي يجيب بركة للبيت ودي اكتشاف القادة دي حتة خطيرة جدا انت واغد يعني فتفار بالرغم من مركزه كبير وما كانش عنده حتة أنا لا ده يوسف أنا بس اللي عرف أجيب أنا بس صاحب الفكرة لا بيبص في اللي حواليه مين ربنا بيستخدمهم في حياته ويرفعهم ما هو يوسف ما هو فتفار زي ما أنت بتقولك ده فتفار طلع ذاكي جدا يوسف لما مرات فتفار عرضت عليه الشر قال لي اسمعي يا سيد جوزك سيدي لم يمنح شيء عني إلا أنت لأنك أنت مراتي لا يعرف عني لا يعرف في البيت شيء عرف فتفار صلى الله عليه للبيت قال لي ده أنت بركة شفت أدي ودي الديليجيشن نعم ودي الديليجيشن بالزبط كده إنك أنت تدي الشغل الحد وي don't control أدي كل واحد في مكانه يعني أديك المثال فرعون لما قال له يوسف قال له إحنا وعن في مشكلة يوسف وإحنا عرفنا بتفسر أحلام طبعا المستمعين يعرفين القصة دي قال لي أنا هو لك على حاجة في سبح سنين جوع جايين وفي سبح سنين شبع قال تبني حلها إزاي نعمل إيه قال له ابحث عنا رجل بصيرا وحكيم يعمل إيه قال لي أخذ خمس غلة الأرض ويشيلها لسبح سنين الجوع فكرين عشان منساش أنا لي جل خمس ما برضي حزبة مش مظبوط ده إيه ده يعني ولا عمل دراسة جدوى يعني ده الناس تاخد سنين علشان تحل مشكلة زي دي صح وكذا باحث وكذا عالم عاوزة خبراء اقتصاد بالظبط والحزبة دي غلط على فكرة هقولك غلط ليه دلوقتي بس هرجع هقولك غلط ليه يوسف لما الملك قال له طبعا إحنا هنجد رجل مثل هذا بص بقى الكلام فيه وروح الله على فكرة يوسف ما قال لهش دور على رجل فيه روح الله ده بيقوله دور على رجل بصير وحكيم قال لهم الليل اسمعوا هل نجد مثل هذا رجلا فيه وروح الله اسمع أنت تكون على بيتي إيه ده وإنت على كل الناس تقبل على إيدي كنت ورح قال على الخاتم وقال لي خد الخاتم فيش واحد يدق المصول يطلع على بيكنت حد يش ياخد خبزة اللي معاكنت إنت تبتاني في المملك نادع عليه وقالوله ارقعوا قدامه إيه عم انت سلمت المسؤولية المين قال ل الولد ده هيحل مشكلتي أحيانا نحن كقادة لما لاجي شاب ناجح أخفز بي بالضبط لا اكتشف القادة وشجعوا أنت لما تشجعوا أنت هتكبر بالضبط لما حصل هي دي عقدة مصريين لا والعقدة شرقيين لا 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 والعقدة عالمية لا ده عقدة عالمية أو روح شيطانية لا ده عقدة البشر بشر روح التسلط أنا و بس أنا و خلاص لكن لما لاجي شاب كده شاب خلينا اكتشف القادة وشغلهم ليه بقى لو حصل مجاعة أول واحد كان يموت فرعونه بيته ما مجاعة بزا لكن لما ربنا باركه عارفة إيه اللي حصل لو المشاهد لو درس الحتة دي هيلاقي أن يوسف عمل معها أجل حلوة أول على بص خزاله أمح قد السنوات كلها وبعدين الناس ما كانش معاهم فلوس خد البهاين بتاعتهم والبقر بعد شوية خد الأرض بتاعتهم بعد كده اشتغلوا كلهم عبيد مين الملك الملك فرعون هو وكل حاجة بقت ملكه ومين اللي جابها لهم يوسف على فكرة الملك قاعد في البيت تمام ولا شاف حاجة بدل ولا حاسس بوجه ولا حاسس بتعب بس الكل في وش مين ملك مصر النصر حال ملك مصر لكن مين اللي شغل من خلف السطار يوسف يوسف النهضة بعمل حاجة عندي كل ما لقى واحد شغاله عنده أقوله خليك أنت مساعد معا بساعدني ده مش وحش ليه أنت ساعدني في دي وانت ساعدني في دي وانت ساعدني في دي وانت ساعدني في دي عندك أساويس أنا عندي ميتين وتمانية خادم عندي ميتين وتمانية أسيس في الكنيسة الرسولية واو الرب عزم العمل في الكنيسة الرسولية أسيس نشكر الرب يعني لأن بدايتها كانت صح مية خمسة وسبعين كنيسة فوق الميتين أسيسة كل ما لاجه حدشا كويس انت تشتغل كويس وانت تشتغل حطوا كل واحد فيما كانوا اكتشف القادة دول اللي هرففوا رفع البلد أما هرجع لبقى لحتة الخمس يوسف وده يقول المشاهد حاجة تضمانه يوسف قال له ولك الحل شي الخمس غلت الأرض في سبع سنين الشبع تقضيك لسبع سنين الجوع الحزبة دي خبراء الاقتصاد اللي بيسمعوني حزبة غلط مية بالمية ليه لو الأرض بتجيب في السنة تحسب معايا الحزبة دي لو الأرض بتجيب في السنة خمسة أردب معايا في سبع سنين شبع خمسة في سبعة بخمسة وثلاثين معايا اختفت خمسة في سبعة بخمسة وثلاثين أصلا مش تطرة في الحساب السبع سنين لولانيين لو كنا كل سنة بتجيب خمس أردب يبقى خمسة في سبعة بخمسة وثلاثين أردب طب السباح سنين الثانين عاوزين كام عاوزين خمسة وتلاتين زيهم بالزبط لكن قال له شيل خمس بس يقضي الجوء ازاي عم الخمس ده هيطلعوا خمسة ارداب واتنين اللي حاجة بسيطة يعني يقضوا سنة وربع طب ازاي يقضى السبع سنين بالزبط الرب يعمل ايه بقى هنا الرب قال لي يوسف القاتل انت قلت كامل الملك قال له صراحة انا حسبتها كده قلت له الخمس قال له اسمه عرف الكتاب لما قال تجزم امر فيثبت له هولك ليه هولك ليه اليه وقف قدام اخيان قال له اسمه حاليا هو الرب الذي انا وقفت امامه قبل ما جيلك وقفت قدامه لا يكون طل ولا مطل الا عند قولي طب يا اليه كام سنة يعني فكلامك الكتاب في العهد الجديد صلى صلاة انا تمطر السماء ثلاث سنين وست شهور الثلاث سنين وست شهور في منطجة اللي كان عايش فيها اليه بتمطر على طول لو ما مطرتش اعتبرها تمطر مرة في السنة ثلاث سنين ثلاث شتويات هيجوا مش هتمطر ولا مرة الحاجة الجريبة ان اليه ما قالش للمالك اللي جاءت ربنا ما في رجها علينا لا قال له وصل لصلاة انا تمطر السماء قبلها قال له لا يكون طل ولا مطر الا عند قولي خلي بالك اليه بيقول للمالك لما نقول للسماء مطر تمطر يا عم انت مين انت معاك مفاتيح السماء فربنا قال لي الي انت وعدت اخب كام قال له صراحة انا قلت له ثلاث سنين وست شهور قال له انا شهلك ثلاثة وست شهور خلاص انت قلت كده مش هلجعك في كلامك وانا زبطها لك طب والزرع قال لنا ازبط لك الدين يوسف قال للمالك انا شيل الخمس الرب قال لها زبطها لك ففي سبح سنين الشبع جابت خير بوافرة على اساس ان الخمس اللي في سنين الشبع تقضي فايام الجوع دي معناها ايه دي معناها الات يعني الرب قال لي ويسف انت وعدت بالخمس قال لها زبط لك اللي 14 سنة على اللي انت قلت عوزة طبما للمشاهد فيه ناس سمعانا الوقت يقول لك ايه انا عندي بنتين ولدين انا عندي ولد وبنتين انا عندي بنتين ولد انا عندي بنت وحيدة انا عندي ولد وحيد انا عندي ستة عيال وبعدين اللي عندي في البنك كذا واللي عندي كذا يا عم جوز ربنا مزبطها على السنين اللي هنعيشها هو مزبطه مزبط حساباته تخالي انت يوسف كان ممكن يقول له ايه انا عاوز عدد الموليد وعاوز اعرف عدد السكان وعاوز اعرف عدد الوفيات وعاوز اعرف الوافدين للبلد والمهاجرين من وعندنا مخزون قدي ده خبير اقتصاد عشان هعمل ده انا هعمل ميزانية 14 سنة قال لي اسمع انت اشيل الكومس يا عم ازاي يا رب الله زبطها لك صدقين يا اخت اذة لو علمنا هذه الكلمات ان انظروا الطيور السماء لا تزرع ولا تحصل ابوكم السماء ويعود اغلب المؤمنين قاعد في الاجتماع سمحيني انا اسف مش بقول كلهم لو جالوا تليفون بتاع بيزنس عشان فيه فلوس يمكن يستزم الاجتماع ده جيجي يعمل تليفون ويجاء عشاني يعني عشان فيه صفقة يعني نبدل مثال يعني عارفة بقى مشغولية كتير 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 خايفين من بكرة وخايفين على بعد وخايفين على عياننا انا عاوز اطمن المشاهد بحاجة الرب مزبط مستقبلك على قد اللي معاك ولو انت موت ما تقولش هم العيال ما تقولش هم مرتك وانت ما تقولش هم العيال حقيقة يعني ليه الرب مزبط احنا مؤمنين مزبط اما طالب الرب لا يعوزهم شيء من الخير الملك كان في متاهة 14 سنة هعمل ايه قال له ما تخافش لا يوجد مثل هذا رجلهم فيه روح الله وربنا زبطها ليوسف ومشت الكلام وما فيش حد مات وقال لإخواته كده على فكرة يوعد فكروا ان انتوا اللي بعدتوني لا ده الرب أرسلني لاستبقاء حياة انا بهني مش يوسف انا بقول له فارعون انت راجل زاكي وراجل محترم كان ممكن سمع يوسف بولد روح هتونا بقى الخبراء هتونا بعد احترام يعني هتونا مجلس الكنيسة ما دل بيحصل هتونا الشيوخ هتونا الإخوة الكبار انا مش ضد ده كله انا بدي مثل هتونا الإخوة الجدام كل ده محتاجينهم انا محتاج الإخوة القدام في الكنيسة ومجلس الكنيسة والشيوخ محتاج لكن اذا طلع له واحد قائد هيحل مشكلة ما شغله معايا ايه المشكلة يوسف كان فيه حكماء في مصر لكن قال هاتو الولد ده اللي جاب اللي تأيها وشغله والرب بارك يوسف بارك انا بشجع القادة شجع واكتشف القائد الناجح وحطه في المكانة بتاعته وقف معه واسنده صراحة أسيس انا بشوفك مسأل حي للموضوع ده يعني فترة ليلة جدا انك مسكت الكنائس الرسولية في مصر متين وحاجة أسيس طلعه قائد وفي نفس الوقت تأديرك لللي بدوا معاك واللي اشتغلوا معاك واضح جدا يعني منساش تأديرك ليوسام إيميل بوترس حبيب تأديرك للأسيس يونسان اللي الرب النهاردة عمل معاه معجزة وأقامه ونشكر ربنا ونكمل صلاة للأسيس يونسان اللي بيعمل عملية في القلب عملها ونجحت ويقيد الرب عليه ونكمل صلاة شوف اهتمامك بالناس دي القادة اللي معاك دول انت بص اقولك حاجة للأمان أنا عندي لجنة تنفيذية تسعة أشخاص هم شرقالين ومعايا أسس متخصصين شرقالين أنا أخير فأقول اسمي أنسى اسم يعني هم أنا اللي في الوش اسمي رئيس الكنان لكن هم اللي شرقالين هم اللي بيشتغلوا هم اللي بيعملوا وأنا في الوش جاي معايا إن نجحوا أنا اللي نجحت وإن فشلوا أنا اللي فشلت بالضبط فالأفياد لأنا إن هم ينجحوا فأنا أعملي فأنا شجحوا لأنه كل في وش لكن لما أنا هم كلهم اللي شرقالين بس إيه جاي في وش يعني كده يعني عارف يا أستيس أنا تعلمت حاجة المبدأ ده لأن ده مبدأ علشان يكبر الملكوت فمرة إحنا عندنا في المكتب واحد اسمه باسم باسم ده من يوم مجيء عنده قدرة على حل المشاكل تعارف عندنا مشاريع كتير وكل حاجة لها مشاكل كتير وإنت لسه طالع من مشكلة معنا في الكونتينر اللي بعثناه مصر والكونتينر أخذ من شهر مارس لغاية الأسبوعين اللي فاتوا 17-2 17 تاريخ لا أنساء لا 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 من ساعة ما قدمنا الورق حقيقة خدنا وقت كتير لكن نشكر ربنا وصل وربنا يكمل بس الناس مش عارفة ايه الكونتينر ده هو عبارة عن شحنة شحنة للأطفال وإحنا وين نعملها زي يعني زي الشحنة دي فيها مراجيح وفيها زحليقة فيها لعب أطفال ولعب وحاجات وده بديب للأطفال حاجة هتبسط الشعب حقيقة يعني أنا نفسي كنت مصور حت الفيديو ووريك وحنا بنزل الشحنة بجد حاجة رائعة لو ممكن نطلع الفيديو ده بس أنا كنت عايزة أقول حاجة أسيس يعني مبدأ اختيار القادة ربنا زي بقولك بعت لنا باسم في المكتب وباسم لقيت عنده قدرات الولد يعني الشاب ده الراجل العظيم ده عنده قدرة على حل المشاكل وبسرعة يعني قوفي المشكلة دي هنعمل إيه بصلاقي ربنا ادالوا الحل وجدت واحدة زارتني نبيا في المكتب والنبيا دي اتكلمت على حياته وقالت أن أنا بستخدمك لحل مشاكل بوري لك حلول لمشاكل من ساعاتها باسم بقى مدير المشاريع مين النبيا؟ واحدة نبيا كانت من نيوزيلاندا واحدة تانية برضو اتنين أنبيا جموا تكلموا جيني جيني انت تعرف جيني ومن ساعاتها فعلا باسم ربنا انت شفت بالتعامل مع الناس ازاي وربنا استخدموا بماك دلغات ما طلعت صحيح وشكرا على تعابكم فيها لربنا يباركك وكان حاجة كويسة وشجعنا مناسبة جيني اللي قابلتني في القوتيل صح؟ اللي قابلتك في البيت عندي اه اللي قابلت في البيت عندك انت في واحدة تانية قابلتني في القوتيل في مصر سيندي جايكوبس ايوة سيندي بالمناسبة على فكرة هي قالتلي اعلان وانا ساعدها كنت مرهق كتير وتعبان وبعدنا قلتلي اعلان ده شوية يعني بص احنا كنيسة رسولية بنقمن بالاعلانات بس قالتلي اعلان انا قلت بصراحة هي يعني بزودها شوية قالتلي ايه ساعدها قول قالتلي انا شايفك ياريت لو عندنا صورة سيندي جايكوب انا عارفة ان دي مفاجئة وبرناش عارفين ربنا بيبارك العمل عندك كتير وانا شايفة ان السنة دي خلال السنة قبل شهر 12 هتلاقي فلوس كتير في ايديكم والكنيسة ربنا يبعث لها مبالغ كتير وهتعملوا مشاريع كبيرة في الكنيسة وقبل شهر 12 انا الامان قالتلي كده وقلت ايه قبل شهر 12 الجاي ده الميزانية فاضية او البانكة فاضية ابيش الا افاجئ بعديها بحد يتصل بها اسيس ناصر ايه قال انا الرب حط على قلب اعمل معاكو حاجة ايه العاوز اعمل اوزع 4000 شنطة للمدارس يكون فيها يعني الكتاب المقدس على شوية هدايا الاطفال الى اخير قلت له خلاص انا قلت اعمل يعني الا افاجئ تتخالي ان احنا خلاص الموضوع جهزنا 4500 شنطة لـ 4500 طفل بص الفقير واللي محتاج واللي حبنا نكفؤ واولاد مش عارف اللي ابو في ساكن ياريت لو نجيب الفيديو ده الناس تشوفه عارفة كان فيه بص كتاب مقدس كتاب عن التحرش قول لا كتاب عن الصلاة كتاب تلوين بعدين ثلاثة معجون سنان انا ببص قديعا وتلاثة مش عارف امرك على الغناء اللي هو الرب عطهن عشان الاعلان ياريت لو نوري الموفي ده واحنا بنتكلم انت عارفة كمان بص ثلاثة معجون سنان ثلاثة فرش سنان بعدين فرشة شعر ازازة مية فوتة وش الصفة اظافر دستة ألم ورصص وإلم جاف حاجات المدرسة كلها يعني جيلة للشعر ماسك للوش بص كم طفلك كانوا حاضرين كل ده كل ده للأمان 4500 شنطة بمرلغ لم نتوقعه إطلاقا والراجل قال لأنا الرب حتى على قلب أعمل هذا المشروع للكنيسة قلت فينك يا سيندي يا سيندي سيندي جيكوب يا سيندي أنا قلت فينك ده أنت قلت لإعلان وأنا أسيس وقلت يا عم فلوس إيه لأنه لاب لك كبير حاجة كبيرة بص أطفال كل اللي هتشوفي ده قدامك كل الأولاد دي وتفضل لبعد شواء فرحة الأولاد كانت قد إيه 4500 طفل 4500 طفل حاجة مش معقول بجد الأولاد بص بص المنظر يعني شايفها اللي انت شايفها ده كل الأطفال دي كانوا في خيمة والخيمة كانت مليانة بالأطفال وشوفوا فرحة الأطفال بعد شوية ده فيه ولد يعيني عاسل أهو ده حاكني خد إحنا جايبين أستيكا كده هافكرها مصمار بلحم بيها والت أنا راح كالي هافكرها شوكولاتة بص المنظ بص بص كل ده أنا بس اللي عاوز أركز عليه قالت لي بص التوزيح ده ده أسيس الأسيس سحاق مونير ده سكرتيل طايفة عنده الكنيسة الرسولية عارف يا أختي يا فت بصدق هذا أسعد أسعدت أربع تلاف وخمسمائة عيلة ولما قالت للإعلان أنا قلت للرب سامحني أنا بقولي على الهوى بقول للرب أنا بتوب عارفة ليه أنا ما صدقتش لإعلان للسبب قلت لي مبلغ كبير قوي فعلا قلت لي مبلغ كبير إزاي ده كل شنطة فيها حاجات من عادة بتاع خمسمائة وستمائة جنيه كتير كتير يعني والناس بصوا فرحة الأولاد يعني حاجة مش دمعة كتاب مقدس فرحة ده مش جدل يشيل الشنطة ده أصلا يعني نعم يعني حاجة مش معقول حاجة رائعة عارف حد الأسيس ربنا استخدم سيندي جيكوبس بتنبؤات جميلة على مصر وزي ما تحققت النبوة معاك هتتحقق كل النبوات اللي سيندي جيكوبس قالتها على مصر وبإسم يسوع نصق ولو في أي حد عنده أي دوت نحط الدوت ده أو الشك في النبوات تحت الأقدام لا ما هي على فقر أنا خلاص سدقت لإني أيلالي حاجات تاني على الكنيسة أيلالي على حاجات قوية جدا قلت لا خلاص ده أنا لازم بقى أسمع الكلام بجد يعني لإني ما كملش شهر ونص بعدين وبعدين طلعت الشحنة لما قالت الشحنة هتطلع لما قالت الشحنة هتطلع وأنا قلت لك خلاص فقد نفحل أمل تعرف أنا اتصلت بيهم في الشركة وقلت لهم إحنا متنازلين عنها وقلت لهم إما تسيبوها مش عاوزينها لكن قلت لها تطلع وطلعت وحاجة جميلة وعقبل ما نشوف الصور وإنت بتوزع اللعب على الأطفال ولا كنت هتاخدها مستشفى السرطان بص إحنا هبعتلك هنشوفها نعملهم إزاي ونحطهم إزاي ونبعاتلك ونحطها برضو على الفيديو مع بعضين أمين باسم يسوع وما نساش برضو لما جيت عندنا البيت السنة اللي فاتت يا أسيس وكانت جيني ريتشاردسون موجودة وتنقبقت على حياتك وعلى حيات الكنيسة وعلى الأسيس يوسام والأسيس يونسان كنت انتوا الثلاثة في البيت لو قالتلي حاجة على فكرة هتنت في مشروع هتعمله هتعالج بيه ناس كتير على فكرة عاوز أشجعك على حاجة إحنا الشهر الجادة هنبتدي أن نفتح مشروع علاج المدمنين يعني المستعفين من الإدمان هنبتدي أن إحنا معنا أسيسة رسمنا للقصة دي وهنشتغل في المشروع ده أن إحنا نساعد الناس اللي تعالجوا من الإدمان إزاي تعافوا خالص هي قلتلي على فكرة على الإعلان ده وشحنا الشهر الجيه هنعمل الموضوع ده خلاص عندنا بيت شطبنا وخلصنا وأقول لك حاجة شجعة تاني وهنبتدي نبني ببيت المؤتمرات الجديد بتاعنا يعني ربنا بدأ يفتح لنا أنا فكرة هي قالتلك هاتلي أنت هاتلي أنت تبني بيت مؤتمرات بالضبط كده أنا من سهاش أبدا وإنت حتى فاعتها بصت للأسس وإنتوا التلاتة عادتوا تبص يعني من إزاي أصلا نبني بيت مؤتمرات هنجيب منين فلوس يعني لكن بدأ بعض الناس يقول لي إحنا عاوزين لأن إحنا عندنا رؤية كبيرة حقيقة يعني أنا أقول لك إن إحنا عاوزين في الأرض يعني إحنا نبني دار المسنين على بيت المؤتمرات على المراجح اللي جات للأطفال نعمل مدينة ملاحل وللأطفال فلما قالتلي إعلان أنا تشجعت للأمانة يعني أمين أمين لو الرب ادى لك إعلان لو الرب ادى لك حلم اتمسك به يعني يوسف حلم حلم بعد 13 سنة تحقق وفي خلال 13 سنة دون كل يوم كان بيقول حاجة عكس الإعلان وعكس الحلم كل يوم في حياة يوسف كان عذاب وكلام مضاد جدا للحلم وكلام ما يمشيش أبدا مع اللي هو شايفه بالواقع في حاجة اسمها واقع وفي حاجة اسمها حقيقة الحقيقة الكلام اللي ربنا قاله الواقع اللي عنك تشايفه اتمسك بالحقيقة الإعلان الحلم الكلمة الكتابية النبوية اللي تكلمت لقلبك الريمة اللي حصلت في حياتك حتى لو شايف كل حاجة كل يوم بتقول ضد الحلم أو ضد النبوة أو ضد الكلام اتمسك بيها اعرفها اتكلم بيها اعلنها كل يوم وقف صبح وقول أنا بعلن الكلمة اللي الله قالها ربنا قال كذا وكذا على حياتي ربنا قال كذا وكذا على أولادي قرر الكلام لو ابنك مش للرب وبعيد عن الرب أقفي كل يوم وقولي مثلا بولس تعالى أنت جاي أشكرك أنت جاي ببولس أنا شايفة بالإيمان بولس جاي أنا باعتمد على كلمة الرب على الحلم اللي أنا حلمته على الكلمة النبوية اللي أنا سمعتها بولس أنت للرب أنت ملكة للرب نعلن بصوت عالي بإيمان ويتكرر يوم ورا يوم ورا يوم ولا نيأس حتى لو كل يوم بيجي سكران كل يوم يجي متبهدل في المخدرات راجع الرب قال أنه راجع وفضلي قولي له لخطة في حياتك ولما يقولك خطة يعني إيه في حياتي ما كل الناس بتقوله كل الناس في خطة في حياتك طلعينه النبوات اللي تكلمت على حياته اللي أنت كتبتيها اللي أنت قلتيها اللي أنت سمعتها حتى اللي ما صدقتيهاش ابتدي طلعيها وقوليها وقريها وخليه شوفها وخليه يسمعها أو خليها تسمعها في قوة في الكلمات النبوية والأحلام اللي ربنا بيديها والكلمات الموجودة اللي نتمسك بيها عشان تحصل في حياتنا فيه كمان فضل حياتك أصلاً متأصل بالنبوة لأننا في الأول الدهات أننا إيه خدتها كده يعني بتقول لي كلام صعب يعني فيتحقق إزاي يعني كلام صعب تحقيقه صعب تحقيقه قالت لي على فكرة أسيس هتعمله مؤتمر كبير هيتجمع ناس كتير قوي وهتعمل تجمع كبير قوي لناس من مذهب مختلفة عارفة إيه اللي حصل معنا الأسبوع ده كان عندنا مؤتمر فيه كمسوميت واحد كان الدكتور الأسيس أندريا زاكي كان معنا وعملنا مائدة أول مرة يعني رئيس الطائفة الإنجلية يحضر معنا يعمل مائدة لكمسوميت واحد من مذهب يعني إيه من الكنيسة الرسولية ولما عملنا الاجتماع ده بقول على الأخت مارلين هيكي أنت توصلت معايا وانت جاء طبعا عندنا في شهر 12 مع الأخت مارلين هيكي أمين عمليني اجتماع لعشر تلاف واحد وخلاص بنظبط أموره هي قالت لإعلان ده هتعمل تجمع لألاف من الناس أنا ما ده فكر ألاف من الناس مين يعني إلا برضو لقيت التليفون جاء بني الأخ ستيفن وقال لأسيس عاوزين نعمل لقاء وكذا أسيس أندريا بقول له قال لبص يا أسيس أنا بشجع الكناس وبالأمانة يعني باستأذنك أنا بقول عبر الشاشة أنا بشكر رب بالأجل الأسيس أندريا زاكي واللي بيعمل في الكنيسة في مصر عارف يجمع الناس وعارف يجمع المذاهب وشغل كويس ويبعث لك التحييات على فكرة بشكرك على حاجات كتير شكراً لأسيس أنا عايز أقول لك على حاجة من الكلام اللي أنت بتقوله من الأعمال اللي أنت شايفانه من ربنا بيعمله في البلد أنت ليه مستخدم؟ لأنك بتؤمن بالجسد والأسيس أندريا بيؤمن بالجسد صح ومؤمنين بواحدة الجسد ومعندكوش حتة الكنيسة دي والكنيسة دي والطيفة دي والطيفة دي أي حد بيتكلم على أسماء وعلى طوايف وحجوز أو حواجز نحطها بين بعض ده من إبليس خلينا نعرف إيه الكلام اللي جاي من ربنا وإيه الكلام اللي جاي من إبليس إبليس بيتكلم على الاختلافات ده مش مسيحي ده مش راح السماء ده مش من الطيفة الفلنية ده تضيع وقت ده تضيع وقت ما عندناش وقت لكده الرب يسوع جاي علشان كنيسة الكنيسة دي مختلفة بتواقف مختلفة بأعضاء مختلفة كلنا جسم منها مش زي بعض لكن كل عدو في الجسم ليه أهمية وكل عدو في الجسم محتاج التاني اللي بيتكلم باللغة دي دي لغة سموية اللي بيتكلم باللغة التعصب وأنا وانا اللي بفهم وانا الأصل وانا اللي جيت وانت بتقول غلط ده لغة إبليس خلينا نعرف فرق بين لغة السماء ولغة إبليس اللي يقول مشروعي اللي يقول كينستي اللي يقول الورجانيزيشن بتاعتي اللي يقول القناة بتاعتي كلنا بنخدم الله كلنا أعضاء في الجسد كل واحد ليه مكانه في الجسد وكلنا محتاجين بعض خصوصا في الأيام الجاية عارفي أنستيس ما ننساش أبدا كلمة دي اتقالت لي من الأصوص في حلب لما الدرب اشتغل والنار اشتغلت والدمار حل وما كانش فيه غير نص كباية ميا ولو دخدها التاني هيموت بقوا يوزعوها على بعض علشان كل واحد عرف إن قوته في بقاء التاني أنا هحيا لإن أخويا حي جنبي هيقف جنبي وبقوا يوزعوا زاست الميا على كذا واحد يشربها عشان حياتي مرتبطة بحياتك خصوصا في الأيام اللي احنا فيها محتاجين بعض محتاجين الوحدة تعارف بمناسبة محتاجين بعض وكده إحنا أخوة كلنا بمناسبة قصة يوسف يوسف لما كان في السجن يعني فبيقول للقصة تذكرني يعني ما تنسنيش تذكرني إصنع عليا إحسانا قال له كلمة صعبة وقال له لأني قد سرقت من أرض العبرانيين خلي بالك من اللفظ ما قالوش أصل إخواتي أراموني في البير وعملوا في منهم لله ما جابش يسيرت إخواته خالص قال أنا تساركت من أرض العبرانيين أنت فاهم الفكرة زي هنا تبقوا ما جابش يسيرت إخواته أنه عملوا فيه حاجة وعشة يعني لما تلف في اليوم ويروحوا لإخواتهم عارف يقول إيه يقولهم اعزموهم وأكلوهم بس اخسلوا رجلهم في الأول وبعنهم يسمعوهم لا تتأسفوا في قلوبكم إيه الرقيدة إيه داخل قال له على فكرة ربنا بعثني لإستبقاء حياة اللي عاوز أقوله ما قالش السلبيات بتاعتهم خالص خالص لأن إحنا إخوة القوة أن أنا أذكر إيجابيات القوة أن أنا وأخواتي واحد القوة أن إحنا نشتغل مع بعض ومين فينا ما بيغلطش كلنا بشر كلنا بشر كلنا محتاجين بعض وكلنا بنغلط لكن كلنا لينا سماح ولينا غفران ولينا محبة يعني نسلك كما يحق لإنجيل المسيح الإنجيل ده مشترك بيننا كلنا فنسلك كما يحق لإنجيل المسيح معنا مكلمة من الأخت وصال لويس الأخ لويس من كندا أنا أسفا أهلا أهلا بك أخ لويس تفضل أهلا بدي أذكر الكسيس وأنا إنسان مؤمن بأكوال الكسيس من اللي تنبعت بالعدة شغلات وصارت بدي أذكره بسفر الأعمال للرسل لما قال ربنا من سفر يقول كمان ذكره بسفر يقول إن الله سيفيد في آخر الزمن وهي دلائل إنه إحنا بآخر الزمن الله سيفيد من روحه الكدوس على المختارين من آخر الزمن وأنا أجتني رؤية من قبل أكتر من ثلاثين سنين حققتها قبل ثلاث سنين واتشفتها إيه هي؟ اللي هي مفتاح اللي هي مفتاح سر كلمة الله اتفدل اتفدل أيوة من شان هيك نقول إحنا بآمن بآمن إمان إعمى بكل إنسان ينطق بكلمة الله في تنبؤ ويتم هذا التنبؤ هذا إشارة إلى أن نحن في آخر الزمن في الأسابيع والعشرة الأخيرة من أيام من الدينون للرب لأنه العالم أصبح في ضومة لا محبة ولا أخوة ولا أي نوع من المحبة عند البشر المحبة عندهم المال اللي بفرق بين الله وبين كلمة الله وبين كلمة الشيطان هذا اللي إحنا عليه اليوم وحبيت أقول لك أنا كمان أنا مع نبوء كبيري لا يتخيلها العقل البشري لا يتخيلها العقل البشري رسالة كرونت ستاني اتناعش ها أمين ورسالة فق ورسالة فليبدي أمين أربعة سبعة أربعة سبعة شو بقول عن السلام الذي تعجز عنه العقول البشرية يا أخي يا أبونا يا كسيس صلي من أجلي صلي من أجل العالم أمين أمين الشعوب الشعوب العمياء الذي تعبد أصنام أمين شكرا قال رب يجب أن نصلي لهذا أمين أمين شكرا أخ لويس على المكالمة وشكرا على تشجيعك على تثبيت الكلمة النبوية ألف شكر ألف شكر حضر الأسيس عايزة أتكلم معاك في نقطة عن الغفران اللي وضح من قلب يوسف يعني بعد اللي عملوه ده كله وبعد سنين العذاب نسي لكن لما شافهم بيكي تفتكر بيكي ليه بص يوسف أنا قلت لك ده شخصية فريدة لما رحول إخواته طبعا هو كان في واحد بيترجم في النص يوسف استخدم الترجمان عادي وبيسمع وأما اللي يقول منتم جواسيس يقول له إحنا أمناء بص إحنا أمناء كل رجل ينادر بصلاحه قال لأنتوا جواسيس إلى آخره وفي الآخر بعد معرفهم بنفسه وجابوا لأخوه وحنت عشاءه عليه بص حنين إزاي خد مكانه بيكي 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 أصور يجعلهم على فكرة لم يضبط نفسه بيكي قال لهم أنا أخوكم معاولة إيه وهم كانوا ملين يقولوا له يا سيدي يا سيدي إحنا عبيدك فيوسف قالوا على فكرة تكر أنا أخوكم تذكر أحلامه أنا أخوكم قال آه أنا أخوكم بص بقى البشر وده عاوز أقولها لكل المؤمنين ابتدأ كل واحد هيشتغله بقى يقول له إيه يعني يقول له أنا كنت عارف أنت باركة ولذلك سيبتك تترمي ما إحنا كده دايما نلاقي أعذار أعذار بدل ما يقولوا إحنا أسفين لا خالص قال لهم بصهم لا تتأسفوا في قلوبكم أنتم قصدتم بص لي شر الناس بتوعز عنها يقولوا بي لا لي يعني لي يعني دبرتولي قصة موتوني بيها والرب قصد به القصة اللي عملتوها دي ربنا قصد بها خير يا أتاري حتى لوانت ظلامت خير أو لوانت ظلامت خير وهقولك ليه هو غفر يوسف كان فيه خطوات لازم ياخدها إيه الخطوات كل القداسة اللي امتلكت الولد ده هو أشياء ما يقول الولد عساس شاب صغير 17-18-20 سنة 17 سنة كان 17 سنة لما كان يعني بيرعى الغنب بعد نقولي خات سنتين على سنة يعني كان في العشيرينات اتعرضت على الخطية أرفضها أرفض القطية تحط في السجن إيه ده هو أنا أهدم خير خير ألا إيشهر ألا إيشهر ده بلغة البشر وبعدين في حاجة تانية ليه كده ده أنا ده أنا يعني معملتش حاجة غلط اتحط في تغمة ما فيش محامي يعرف يطلع منها ليه لأن الدليل واضح الستة قالت الراجل ده وعلى فكرة الستة دي كانت صعبة برضه أقولك على اكتشاف القادة وإحباط القادة عارف قالت إيه أنت جايبين الراجل ده أتيت برجل عبرني لي يداعبنا عارف يعني بتقول لأهل بيتها الولد ده جاي يداعبنا يعني يعمل معانا خطايا كلنا مش أنا بس النهار ده أنا بكرة أنتم عشان تهيجي الناس عليه لما جايجوزها من بر قالت له أنت جيبت الراجل ده يداعبني أنا بدغة الفرد يعني بص عاوزت عاوزت هيجي الناس هي فعلا حية ستة حية يعني بس ليه ربنا يكسد يتظلم كان لازم يروح السكن عشان يشوف اللي اتنين القصير يحلموا أحلام ويرجع الفرعون يقولوله لو كان قاعد في بيت فتفار على طول مثلا يعني كان هيوصل إزاي للقصة دي خطوات معينة من قبل لأنا بقول أنا وإفد ومراته وابني في حاجة اسمها الجي بي اس الإلهي حاطت خطة كده لو مشينا عليها نوصل صح يتهيألنا طهنة في الطريق جينا في مطب لا هو مخططها كويس فيوسف مر بمراحل صعبة لما مر بمراحل صعبة وبيجي حاجة كبيرة الكبير كبير سيبكينتي ليه بقى قال لهم اسمعوا لا تتعسف في قلوبكم الله أرسلني لإستبقاء حياة ودي تشيل حاجة كاللي بالك هقول لك على الموضوع مش عارف احنا معنا قدي وقت عشان نقول هيا يعني نفضل لنا 14 دقيقة طب كويس عشان هقول لك كان فريد في إيه يوسف يعني لإستبقاء حياة بس يوسف عمل حاجة غريبة قوي قال للناس الخدمين اللي عنده اعزموهم في البيت قال يعني قال بخلوهم جوه وإغسلوا لجليهم إيه ده يغسل لجلين مين الرجلين اللي مشي تقتلك قال آه الرجلين اللي مشي يقتل لابوك وضحك عليه ومثلوا عليه وقالوا لأنك انت موت الرجلين اللي شلوك ورموك في بير وقعدوا يأكلوا وانت مرمي في بير وهم بعدين يأكلوا قال اغسلوا لجليهم إيه ده ده صعب الحكاية دي اغسلوا وبعدين يقولهم ايه الناس دول هيكلوا معايا النهاردة هما لأن الظنانين سوء لما الراجل قال لهم كده بص هما بغا بتعوت أوهام عنوان الحلقة ابتدأ يتوقع عارف قالوا قالوا يا سيدي احنا عندنا مشكلة ايه مشكلة قال ده احنا اللي حصل معانا هو بيقول لما الراجل عزنكم على الغداء بكرة اتفضلوا في البيت قال لك بس قالوا البعض قالوا بعضهم لبعض قالوا الراجل اخدنا في البيت علشان يقع بنا وياخدنا وياخد حميرنا ويشغلنا عبيث بص هما توهموا ايه وعشان كده عزمنا في البيت عنده يا عم انتو جبت القصة دي منين بص الاوهام اللي عندهم وروح مسكين الراجل قال لي يا عم اسمعنا ده احنا ناس طيبين واحنا كان عندنا اخ واحنا كان عندنا اب وقعد يحكوا قصة ابوهم الراجل قال لي من عاوز اعرف انت حكتوله قصة مش بتاعتي انت واخد بالك ازاي لا تخافوا ده الرب اوجد لكم كنوس في كنز في عدالكم انا الفضة بتاعتكم وصاليتم انتو خايفين من ايه عارفة الاوهام عارفة اللي بيقلف عارفة انا بكلم في كصة طلع لف كصة تاني طب انا عندي سؤال في الحتة دي اقسيس طب ايه اللي خلاه يعني نوع من الزل برضو انه دخل حط يهوزة في السجن وهم ماشيين عمل لهم تريك وحط لهم الكاسة بتاعته وقال لهم انتو سرقتوها ليه عمل كده بص يوسف يوسف كان فيه حاجتين الله مرات بيستخدم قدراتي في تنفيذ اغراضه الله بيستخدم قدراتي اللي عطالي في تنفيذ اغراضه يوسف كان ذاكي جدا ذاكي جدا فوق ما تتخيل وكان طاقي الطاقوة مع الذكاء نفزت خطة الله انت وقد بالك يعني هقربها لك تاني هو كان طاقي جدا وذاكي جدا هو عمل حكادي وعرف انه مش هيدور لهم بس عاوز على محاول ما حد يش يقدر يحبس حد لصاحب السلطان حد يش يقدر يؤمر لصاحب السلطان فعاوز يقول لهم بصوا انت هنا وانت هنا مش هدور لكم بس انا صاحب السلطان ليه اربنا اعطاله مكانة خلاص لا لا طب مع الناس نرجع للحتة دي يعني تفتكر في قلبه كان عايز انه هو يشفي غليله شوية او يعني يعلمهم الادب يعني حتى تريحه بصي يعني تفتكر يعني نفكر مع بعض بصي ربما دي وجهة نظر ربما يعني لكن انا بقول انا شايف يوسف عمل الحكادي ليه عاوز وريهم قد ايه مثلا يعني احتمل يكون حاجة قال لهم خل اكوك الصغير هنا عاوز ورهم قد ايه المرارة اللي داجها ابوه لما هم قالوا له ابنك مش موجود معايا يعني مثلا قال لهم ايه انا اخل اكوك هنا وروح لابوك وحدي نقول البابا نعمل البابا قال امدوجوا المرار شوية اللي دا جابوه دا مش غلط هو بيعلمهم هو حاب يعلمهم دروس من خلال المواقف من غير ضرر يعني ممكن احبس ابن في قوضة بقدبوا بس ما سابوش ما يقولش امين ثلاثة ويضح فيها انا بعلمه وربما يوسف استخدم اساليب للتعليم او للدروس استفدوها من القصة دي وربما خطة عملها علشان على اساس ان هو خطوات عملها ليهم انا يعني يعني الكتاب صمت في الحتة دي ليوسف عمل كده لكن اساليب استخدمها يوسف وبعد نبتدى يعني ايه يودهم رايحين جايين رايحين جايين وفي الاخر خالص الخلاصة ايه سكنهم في احلى ارض وفي احلى مكان فانا شاف دي الدروس علمها لهم من خلال المواقف يدوكوا شوية القلم يدوكوا شوية المرار يعني واحد ارقوا بنا راح قال له بص ابعت ابنك معايا ولو انا مرجحتش بابنك ايه رأيك موت ابني ومعقول يعقوبها موت ابني ابنه يعني هل مش يحصل كده لكن هما كانوا بيهولوا في الكلام شوية وكانوا محترين سابهم يحلوا ولا مشكلة عارف يحلوها خلي بالك يعني يعني ولا مشكلة يحب يحلو وحتى هما كمان كانوا متلغبطين يعني هما متلغبطين والمتلغبط دي حيرك يعني لما راحوا لابوهم مثلا قالوا له ابنك يوسف عافقوا ما قالوش ابنك يوسف مات ده ما عملوا تمثيلية وقالوا كده وجابوا للأميس وحطوه في دم ورجعوا له لتحقك ده أميس ابنك واو يعني ماما قال ايه ده ده وحش رادة يا كلام افتورس يوسف افتراسة الكلام ده جي من الاب بالزبط استنتاج الاب قال خليه على عمازة ما هو وقتل لقاتله ومشي في جنازة قعد عز معاه وجاعده في الجنازة وقعده خلاص وقعده فتح وقعده فتح وخلت عليه خلاص بعد كم سنة رجعوا له على فكرة يا بابا يوسف حي قال لي يوسف حي قال لم يصدقهم عارفة ليه ما صدقهمش الكدام ناساي يا ابن انت مش من عشر سنين انت وهو من 13 سنة جيت وقلتولي يوسف مات اه طب المرة ده جي انت قولي يوسف حي أصدق الأولانية ولا أصدق التاني انت وقد بالك هم هم مطلق بطين هم بتعود عارفة أفلام يحكوا أفلام كتير ويحكوا أوهام ويتهيقوا حاجات وبيعملوا حاجات كتير يوسف ما كانش بضايع وقت ليه يوسف غفر الكبير يخفر يوسف لأنه كبر وبقى في مكان قال وده اللي عملوا مين السيد يا أبتاء اخفل لهم الكبير كبير عشان كل الكتاب المقدس قال إن أخطأ إليك أخوك أخوك اعمل إيه اذهب وعد إنت اللي يعني إنت اللي طلحه رغم غلطان فيك ودي صعب الكنيس مش قادرين ننفذوا كده هديك المثال يا أختي فيدي لو أنت قعد دلوقتي مكانك خليها فيي أنا جاء عيل صغار دلوقتي العجل رح شد وأنا عندك في البيت عيل صغار كده رح شد الندارة كسر هنعمل له إيه يا أمور يا حبوب ونبوز في إيه ده ده كسل الندارة عيل سنتين هنعمل له إيه نقدبه لو سنتين عارف يعني بص عيل سنتين جي شد الندارة ما عارفش سنة أو طفل سنة ونص وعايد يا أحب ما همكش يا حبيبي تخل واحد كبير في السن رح خد الندارة كسر هنعمل ليه معاه عارف هنعمل ليه هنزعل منه لسبب الكبير يتزعل منه الصغير ما يتخذش عليه أنا دائما بأمن بفكرة إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعادبه الكبير هو اللي بيتنازل يعني أنا لو عايد صغير غلط فيه بس بهاله لو كبير مش قادر يسيبهاله فالكبير بيتنازل للصغير فلو أخ راح لواحد قال له ما تزعلش يبهو الكبير احنا بنعكسها في المسيحية لو لك أنا روح لجاية البيت واجوله سمحني يبهنا اللي غلطان الكنيسة مش عارفة تنفذ الكلام ده إن أخطأ إليك قدرة إلهية نطلبها من الله عارف يا أستيس سمعت بمرة يعني تشبيه حلوة قوي على موضوع الغفران أب جاب لطفلينه لعبة فالولاد بيلعبوا بيها وكان عنده ولدين وجاب لواحد منهم لعبة واللعبة دي غالية قوي والطفل كان بيحبها جدا جدا لكن أخوه جي وراح أخذ منه اللعبة وقال دي بتاعتي وأنا هلعب بيها وأنت مش هتلعب بيها وجيه الولد اللي هو أبوه اداله اللعبة يعيط ويصرخ نور دي لعبتي دي لعبتي أنا عايز اللي أنت اللي أنت أخدتها مني والأب بص وشاف وقاعد يقول للولد اللي هو اداله اللعبة الأصلي قل له تعالي حبيبي أنا هجيب لك أحسن منها تعالي حبيبي أنا هجيب لك أحسن منها تعالي الولد مش قادر يسمع أبوه هو بيقول له تعالي دي أنا هجيب لك أحسن منها وعينه على اللي راحت منه لو عينينا النهار ده على اللي راح مننا إحنا اللي هنخسر لأن أبونا بيقول لنا تعالوا أنا عارف أنا أدتها لكم وأنا عارف أنها اتخذت منكم وممكن اتخذت منكم ظلم تعالوا أنا هرجعها لكم واجيب لكم حاجة أحسن منها وأكبر منها كتير اوعى تحزن على اللي راح منك اوعى تحزن على اللي اتخذ منك ظلم اوعى تحس بالظلم أنه يخفيك ويخبي عنيك على اللي ربنا عايز يعمله بيك عن تجربة يا أخواتي عن تجربة يا حبيبي فعلا استسلم واسمع صوت ربنا وروح له وقول له راحت مني لكن أنت عايز تديني اللي أحسن منها وفي الاستسلام وفي المحبة وفي الغفران لأخويا اللي خاد لعبتي وكسرها وحطمها وممكن يكون ضربني وكسرني في الغفران في عطاء أكبر في الغفران في رحمة في الغفران في راحة وسلام ليك والأخوك اللي غدر بيك وللملكوت وللقاب السمام درس الغفران ده درس كبير لكن نروح بقى يوسف ليه غفر ليه غفر هلغفر عشان شاف حاجة كبيرة وبقى عنده الأحسن هقولك ليه غفر احنا معنا قدي وقت وقلت ليه معنا دلوقتي ثلاث دقائق بس بس يوسف غفر لأن يوسف لما تمرر كتير وعرف إن ربنا وصل للي هو عاوزه فما فرقتش معاه بقى ليه الكبر خلاص فغفر له الحاجة الثانية يوسف كان شخصية فريدة لا قبل ولا بعد هقولك ليه لأن يوسف كان رمز صغير للمسيحي إيه الرمز الصغير للمسيحي هقوله لك بسرعة مثلا يوسف إخواته أبغضون أبغضوه ليه ما فيش سبب عارف الكتاب المسيحي يقولي أبغضوني بلا سبب يوسف يقول الكتاب أخواته أقوله لألعلك تملك علينا ملكة عارفة لما يجي الناس يقولي المسيحي ليس لنا ملك إلا نحن مش عاوزناك ملك يوسف إخواته حسدون والفلسطينيين أو الفلسطينيين عملوا مع المسيح حسدون المسيح يوسف بيسأل واحد في الحقل أنت مين جال أنا طالب إخواتي والمسيح يقول أتيت لتكون لهم حيان لم يستحى أن يدعوهم إخوة بل قال أخبر بإسمك إخوتي لما أبصروا احتلوا عليه لياميته يوسف والمسيح لما شفوه من بعيد تحايلوا عليه ليقتلوا يوسف ترمى في البير المسيح تحط في القبر يوسف طلح حي المسيح قام حي يوسف خلو عنه سيابه المسيح خلو عنه سيابه اللي باع يوسف مين إخوات إخوات بس من اللي اقترح البيع يهوزة واللي باع المسيح يهوزة يعني عندك كم تشبيه يا سيد لا لا ده كتير حوالي سبعين ثمانين واحد أدهم لك بس أخير وقت الحلقة يعني وقت بالك يوسف تحط معه اتنين مساجين واحد مات والتاني حيه المسيح تصلب معه اتنين واحد راح السماء والتاني راح الجحيم والحاجة الغريبة الراجل يوسف قاله أنت تتعلق على خشبة واللص كان على خشبة بصي أنا أقولك على حاجة يوسف نزل مصر والمسيح نزل مصر يوسف هو ماشي قاله خده عدمه من مصر خده عدمه من مصر المسيح رجع من مصر بصي يعني أقولك على حاجة هتلاقي أكتر من 70-80 تشبيه بين يوسف والمسيح يوسف تظلم ما تكلمش خالص والمسيح ظلمة أما هو فلم يفتح بص تشابه صورة مصجرة للمسيح يوسف رفض الشر والمسيح علمان منكم يبكتني على خطير يوسف سماه الملك صفنات فعنيح يعني مخلص العالم والمسيح هو مخلص العالم يوسف الجود واحدة اسمها أسنات أسنات دي بيسموها ستة البنات عارفة ليه؟ دي بيت تأمورة وحلوة وكلف منها ولدين وغريبة مصري وغريبة أممية المسيح جاء إلى خصتهم خصتهم لم تقبلوا كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولادهم لإحنا عروس المسيح خدي التشابهات يوسف من ساعة ما بدأ حيات اللي جاءت مساك كان إخواته في أرض جسد عارف يقول إخسره رجليهم المسيح يخسر رجلين التلاميذ إذا يوسف كان الملك وإخواته عبيد بس جاء إخسر رجليهم المسيح الملك والعبيد هو رسله وهكذا وهكذا أمين أسيس شكرا على التشابهات المية وشكرا على كل النقطة اللي أنت تكلمت فيها شكرا على مجيئك للبرنامج وبركت البرنامج بتاعي وبركت الكرمة وبركت المشاهدين ألف شكرا على الوقت الجميل ده وهنتقبل مرة تانية وهناعمل حلقات تانية والمية التشابه هيكونوا موجودين على سيكون مسحصحين شوية سيكون مسحصح شوية ما تكونش جاي من 40 ساعة والمية التشابه دول إن شاء الله هيكونوا موجودين على صفحة الفيسبوك إيفت البياضي ونتعلم منهم كتير أحبائي تعالوا نشوف الأحلام الربنا دهالنا ونطلب منه إن الحلم يتحقق وإن الحلم يتحقق ونتمسك به وإن أحلامنا تكون حسب خطة الله لما تحلم حلم الحلم ده رب انت مدهوني ليه أنت ليه خطة في حياتي وعلى فكرة عايز أقول لكم على حاجة الكرمة دي كانت حلم ربنا اداها لسامويل والنهار ده شفنا الحلم اللي ابتدى من بيته وسنين التعب اللي هو ومنا شفوها النهار ده الكرمة بتجبر وربنا بيبارك فيها ابتدت في حلم والحلم بقى حقيقة أحلمنا هتكون حقيقة لأنها معطاة لنا من الله ممكن أختي إفت تشكري للأخي صامويل أزعلنا الحفلة بتاع 110 سنة وازعلنا المؤتمر لأسبوع اللي فات على حقيقة الكرمة ويندو جميل الحلقة دي هتتزاع بتوقيت كاليفورنيا يوم الحد الساعة 8.30 وتوقيت القاهرة الساعة 3.30 بعد الدور والحد الساعة 3 سباحا وفي أستراليا هتتزاع يوم الأربعة الساعة 8.30 مساء أحبائي الحلقة دي خطيرة جدا شيروها اسمعوها مرة واثنين وتلاتة وتعالوا نحلم أحلام الله وتتحقق ونكون ناس عاملين فرق في الملكوت وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج من القلب للقلب رحلة دموع وصعوبات وتحديات تعب ومرار حولها يسوع انتصارات واختبارات في الإيمان لفرح ورجاء من بعد العناة وأمل من بعد يأس وقل من القلب للقلب يتعامل معانا من القلب للقلب يتوجع لمكانا من القلب للقلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا